يالله بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم ان شاء الله يا شباب راح نكمل مع بعض في الموديول سبعة واللي هو بيتكلم معانا في الشبكات طبعا زي ما احنا عارفين انها كومبتيا اي بلس تتكلم معانا في منهاج كبير صراحة وبيتكون ايضا من الشبكات والعديد من الامور الاخرى اللي احنا راح نتعرف عليها ان شاء الله مع بعض في وسيرتنا وهذه الخاصة في شهادة الاي بلس احنا ان شاء الله راح نختم ان شاء الله اليوم التلات مديولات اللي هو الموديول سبعة وثمانية وتسعة وفي بعض الاجزاء العملية ان شاء الله راح نطبقها وهي كيف احنا نعد الراوتر ونزبط امور الشبكات عيننا للشبكات الصديرة خلينا مع بعض البداية نشوف عندنا الموديول سبعة عن شو بيتكلم الموديول سبعة يا شبابين بيتكلم معي في النيتوركينج فنتيمينتلز يعني هي أساسيات الشبكات وإحنا نعرف طبعا كيف عندنا الشبكات شغالة وكيف إحنا ممكن نبني الشبكة بتاعتنا ونفهم أيضا كيف عندنا الأجهزة المستخدمة في الشبكة إحنا سبق وتعرفنا على أجهزة الكمبيوتر وفهمناها بشكل كابل وإحنا زي ما أنتوا عارفين إنا نطلعنا بشكل تدريجي أول حاجة تعرفنا على جهاز الكمبيوتر فككنا وركبنا وعرفنا أجزاء بالتفصيل الممل اليوم إن شاء الله بعد ما خلصنا الأجزاء الأولى من هذا الكمبيوتر اليوم إن شاء الله منتعرف على موضوع الشبكات ومنفهم أيضا أمور كثيرة في الشبكات حتى لو أنت حبيت أنك تكمل فيما بعد تقدر طبعا أنك تستمر في مجال الشبكات في هذا الموديول رح نتعرف أول حاجة على الانتوردكشن بتاعتنا بعدها رح نفهم المفهوم بتاع تي سي بي آي بي وهو البروتوكول المسؤول عن عملية الشبكة بشكل كابل بعدها رح نشوف عنا تفاصيل الشبكات زي ما أنتو شايفينها أمامنا البروتوكولز والبورتز والتي سي بي آي بي عفوا تي سي بي واليو دي بي والنمبر سيستيمز ورح نتعرف على الـ AIB فيرجن سيكس ونشوف أيضا الـ Network Hardware الي هي أجهزة الشبكة عنا أو الأجهزة المستخدمة معنا في الشبكة من ثم رح نتعرف أيضا على إعدادات كروت الشبكة الموجودة معنا في أجهزة الكوبيوتر بعدها مننتقل للميديول الأكثر Advanced بداية يا شباب عندي هنا أي مهندس شبكة عفوا أو أي مهندس Technical Support أو أي شخص يعني هو الساعة جديد في المجال ويكون كSupport أو كدعم فني A1 هذا لازم يكون يا شباب مؤهلة إلى أنه يكون عارف وعند القدرة على عملية التعامل مع الشبكات السلكية واللاسلكية يعني شبكات الـ Wired وشبكات الـ Wireless الشبكات الصغيرة اللي هي طبعا بتكون على مستوى مكتب أو على مستوى منزل وإنتهانا بتكون يعني شبكة مصغرة الحجم وليست شبكة عملاقة زي ما إحنا يعني نتخيلها معانا لأنها تحتاج مستوى متقدم أكثر فإحنا في هذا الـ A Plus إن شاء الله راح نتعرف كيف إحنا نبني شبكة صغيرة على مستوى الشركة صغيرة أو على مستوى مكتب ونتعرف على الأجهزة المستخدمة معانا أيضا في هذا المجال على مستوى الـ Fundamentals بتاعة الشبكة فأول هاجة راح نتعرف عليها يا شباب لأن في الـ First Step عندي هنا بكل أنت لازم تفهم كيف الكمبيوتر وأجهزة الشبكة الأخرى كيف متصلة مع بعضها البعض باستخدام الشبكة والأنظمة اللي هي أصلا مستخدمة معانا في إدارة الشبكة راح نتعرف على الكوابر راح نتعرف على Frameware راح نتعرف على Device Drivers راح نشوف برضو يا شباب عملية الـ Communication اللي بيتم معانا في الشبكة هذه كلياتها في الجزء الأول اللي هو خاص في Networking Fundamentals طيب أول حاجة عندي يا شباب بكل شو هي الشبكة يعني What is a network الشبكة يا شباب هي عبارة عن مجموعة أجهزة متصلة مع بعضها البعض أجهزة معناتها أنا ما حددتش أجهزة كمبيوتر لا أجهزة معناتها أنت هنا بتشمل كل شيء بيتصل في الشبكة هذا يعتبر جهاز عندك أصبح من ضمن نطاق الشبكة بمعنى أنت عندك مجموعة معينة من الأجهزة مثل الطابعات السيرفرات أجهزة الكمبيوتر العادية أجهزة اللابتوب أي حاجة عندك حتى التليفونات حتى التابلت أي حاجة من هذه الأجهزة بتتصل معنا في الشبكة هي عبارة عن group تمام متصلة مع بعضها البعض يعني أجهزة متصلة مع بعضها البعض وأيضاً نقدر نطلق عليها هي عبارة عن share resources يعني share resources هي مشاركة الموارد عندك في داخل الشبكة زي إيش هذه share resources يا شباب share resources هي عبارة عن أنك أنت تشارك مثلاً على سبيل المثال الكمبيوتر بروغرامز يعني أنك تشارك برامج الكمبيوتر تشارك خطوط الإنترنت عندك يعني ممكن يكون عندك خط إنترنت واحد وتعمل في مشاركة لمجموعة من الأجهزة موجودة عندك في داخل المكتب بالإضافة إلى ذلك أنك أنت تعمل data sharing يعني يكون مثلاً أنا عندي مجموعة من أجهزة الكمبيوتر يا شباب بهذا الشكل مثلاً يتصل معي كلياتها في شبكة واحدة بهذا الشكل وكلياتها يا شباب متصلة في نقطة واحدة فأنا بدي أشارك ال data مع بعضها البعض يعني الجهاز اللي هنا يتشارك مع المعلومات أو البيانات اللي هنا ويتشارك برضو ال data اللي هنا ويتشارك أيضاً ال data اللي هنا فأنا يتعتبر هذا ك data sharing أيضاً عندك storage devices يعني أنا عندي ممكن يكون في عندي وحدة تخزين مركزية تكون عندي هنا لفترات طويلة ومدى طويل وبعيد جداً ومستخدم أيضاً في عملية ال backup والنسخة الاحتياطية فإحنا لازم نكون عارفين إن الشبكة يا شباب لما أنت تيجي تعمل كنتورك فإنت لازم تكون عارف إن عندك تتكون كل هذه الأجهزة بمشاركة واحدة تمام؟ أيضاً عندك ممكن يكون الـ applications sharing يعني أنت ممكن يكون عندك تطبيق وتسعين بالمئة من الناس بتشوف هذا التطبيقات الشباب اللي هي الـ applications تمام؟ الـ applications اللي أنت بتشوفوها طبعاً مثل البنوك مثل الشركات بتكون متشاركة مع بعض في تطبيق واحد بيشتغل في داخل المؤسسة بالإضافة لذلك إنه ممكن نعمل الـ printers sharing يعني أنا يكون في عندي أنا طابعة هنا موجودة تمام؟ printer وأنا بشارك printer واحدة مع كل أجهزة الشبكة الموجودة معي يعني ممكن هذا الجهاز يعمل printer هذا الجهاز يعمل print وهذا الجهاز يعمل print و هذا الجهاز يعمل print بدلا ما أنا أجيب أكثر من printer لا أنا بجيب printer واحدة وبشاركها معي مع الشبكة فبيتم عملية المشاركة لهذه الطابعة وطباعة من قبل طبعا العديد من الأجهزاء اللي متصلة معايا بنفس الشبكة بالإضافة إلى ذلك للنتورك جيمينج النتورك جيمينج برضو يا شباب تعتبر شبكة الجيمينج اللي موجودة عندنا اللي انتم طبعا معظمكم بيعرفها اللي هي الجيمينج الأونلاين إنه بتكون طبعا مشترك مع عديد من الناس حول العالم وبيلعبوا مع بعضهم البعض هذه بتكون طبعا على شبكة عملاقة وبيتم مشاركة اللعبة بشكل واسع هذه من أهم فوائد الشبكة وإحنا بهذا الشكل بنكون قد تعرفنا على الشبكة بعد ذلك راح نشوف عندي يا شباب في عندي مفهوم الـ Understanding TCBiB and Windows Networking طيب شو معنات الـ TCBiB يا شباب الـ TCBiB اختصار للـ Transmission Control Protocol Internet Protocol وهو عبارة عن مجموعة شباب عبارة عن مجموعة قواعد ندر بديكم تتفهموها كذا هي عبارة عن مجموعة قواعد من بورتوكولات الشبكات اللي بتوفر طبعا الأساس في عملية الاتصال بشبكات الإنترنت والشبكات الداخلية عندنا فبغض النظر أنا لما أنت تشوف عندك أي شبكة في العالم موجودة سواء متصلة بالإنترنت أو مش متصلة بالإنترنت هذه الشبكة يا شباب بتعمل بقواعد معينة هذه القواعد اللي أنتوا شايفينها بتصير على حسب أسس هذه الأسس تتكون من بورتوكولات وتتكون من بورتات وتتكون من عديد من الأمور الأخرى اللي إحنا راح نشوفها بعد شوية فهذه الأسس وهذه القواعد يا شباب اللي بيتم من خلالها نقل البيانات عبر الشبكة فلما أنا أجي أتكلم عن تي سي بي آي بي تي سي بي آي بي بمعنى آ يعني بمعنى مختصر هو عبارة عن بورتوكول بيجمع كل الأسس تمام كل الأسس اللي إحنا بنتكلم عنها مثل بورتوكولات الشبكة بورتات الشبكة والعديد من الأمور الأخرى في نموذج واحد فأنا لما أجي أتكلم عن تي سي بي تي سي بي هو عبارة يا شباب عن نموذج مخصص في عملية نقل البيانات وهو اللي بيحدد أيضا نوع البيانات المرسلة وبيحدد نوع الشبكة اللي انت رايح لإلها والنوع البرتوكول اللي انت المستخدمة والعديد من الأمور اللي إحنا راح نشوفها بعد شوية فهو عبارة عن إيش؟ عبارة عن rules and standards هذا شيء يعني standard فمستحيل إنه يتغير ممكن إنه يتطور في الأيام القادمة ولكن هذا شيء standard بيعمل فيه جميع أجهزة الكمبيوتر جميع الأجهزة اللي بتشتغل الشباب على الشبكة فبهذا الشكل إحنا نقدر نعرف يا شباب إنها الداتا عندي لما ينعمل لها transmitted وبينعمل لها أيضا Addressed وبينعمل لها routed وبينعمل لها طبعا إرسال واستقبال من جهاز إلى جهاز آخر عبر الشبكة فبيتم استخدام من؟ بيتم استخدام TCB IP فهذا الشيء يا شباب اللي أنا بدي إياكم تكونوا عارفينه في الوقت الحالي بالإضافة إلى ذلك إن TCB IP شبابه موجود أيضا في أنظمة التشغيل معنا فعندي أنا Windows Networking الWindows Networking عبارة عن إيش؟ إن الWindows عندي Microsoft أيضا بتوفر لك في أنظمة التشغيل بتوفر نموذج TCB IP موجود معايا أنا في النظام الWindows وإحنا راح نتعرف عليه إن شاء الله ونشوفه لأنه عبارة عن فيتشارز بروفايدر بايدا مايكروسوفت ويندوز أبرتينج سيستم فالملخص لإلي يا شباب أي جهاز في العالم بدي يتصل في أي جهاز آخر سواء زي ما قلت لكم على الإنترنت أو على شبكة داخلية لازم يتم من خلال تي سي بي آي بي تمام؟ فالتي سي بي آي بي يا شباب هذا نموذج مكون من أربع طبقات إحنا راح نشوف إن شاء الله بعد شوية هي الأبليكيشن لاير والترانسبورت لاير والإنترنت لاير والنتورك لاير هذه الأربع طبقات يا شباب اللي بتمر فيها من البيانات أو الدايتا بتاعتك أثناء عملية إرسالها ووصولها لمين؟ ووصولها للجهاز المستقبل فحتى لو كان عندك أنت جهاز متصل بالإنترنت زي ما أنتوا شايفين أمامنا وحب أن يطلع على موقع الإنترنت برضو بتتم من خلال تي سي بي آي بي فبدونا إحنا ما بنقدر يا شباب نتصل في أي جهاز على الشبكة نهائيا ولا حتى الاتصال بشبكة الإنترنت طيب أيها عندي هنا لما أنا أجي أفهم أكثر الموضوع فهنا بكلها وكمبيوترز أد نيتووركينج ديفايس يعني أنا لما أنا بدي أجي أتصل في الشبكة عندي أو أتصل بموقع على الإنترنت أو أتصل بأي جهاز آخر في عندك ثلاث أسس يا شباب أنت لازم تفهمهم الأول حاجة عندك اللي هي جهاز الكمبيوتر علشان يتصل بالشبكة ويصير فيه عنده عملية كوميونيكيشن مع جهاز آخر أو مع شبكة الإنترنت لازم يكون فيه عندك البورت أدرس تمام وهذا اللي بيحدد لك طبعا البورت هو اللي بيحدد لك نوع الأبليكيشن اللي أنت بيستخدمه طبعا والمنفذ اللي أنت تستخدم فيه الأبليكيشن اللي هو التطبيق اللي بيكون عندك بالإضافة إلى ذلك عندك الـ IP Address اللي هو طبعا بيميز كل جهاز عندي على الشبكة ما اتصل معايا لازم يكون حاصل على عنوان IP Address وإحنا رح نتكلم إن شاء الله اليوم في الـ IP Address بالإضافة إلى ذلك لازم يكون عندك الماك أدرس إذن أنا عندي ثلاث قواعد أساسية بدونهم مستحيل إنه يتصل عندي أي جهاز على الشبكة اللي هو الـ Port Addresses والـ IP Addresses والـ Mac Addresses طيب شو هو الـ Port Addresses شباب؟ الـ Port Addresses لما أنا يكون فيه عندي كلاينت حب إنه يتصل بسيرفر علشان أنا أشغل أي application running on a computer يعني أنا لما أنا بدي أحب إنه أتصل في أي سيرفر يا شباب موجود عندي على الإنترنت لازم يكون فيه عندي أنا منافذ مفتوحة في جهاز الكمبيوتر علشان أنا أتوصل في مين؟ أتوصل في هذا السيرفر طيب لو كانت عندي هذه المنافذ مقفولة يا شباب من المستحيل إنك أنت تتوصل في جهاز السيرفر أو جهاز الكمبيوتر الآخر لإنت عمالك تتصل فيه أكبر مثال عندي يا شباب لما إحنا نروح نتوصل في الإنترنت لما إنت تروح تتوصل على أي موقع تكون لـ www.google.com بشكل إفتراضي يا شباب بيتم تشغيل بروتوكول اللي هو الـ HTTPS الـ HTTPS هذا يا شباب عبارة عن بروتوكول هو الوسيط هو الوسيط ما بين الـ Client اللي هو العميل والسيرفر اللي أنت متوصل فيه اللي هو بتاع جوجل طيب الـ HTTPS هذا عبارة عن بروتوكول طيب هذا الـ بروتوكول مش بيستخدم بورت البورت هذا يا شباب اللي لازم يستخدمه عبارة عن 4-4-3 تمام؟ من الممكن أنت أيضا تشوف HTTP اللي هو الـ Not Secure وهنا بيستخدم بورت 80 طيب لو كانت عندي هذه البورتات مقفلة يعني أنا عندي على النظام من الكمبيوتر بتاعي أنا عامل closed لهذه البورتات تمام؟ هل أنا بقدر أتوصل في مواقع الانترنت؟ مستحيل ليش؟ لأنه أنت قافل البورت اللي أنت أصلا بدك تتصل من خلاله على المواقع اللي أنت موجودة عندك على الانترنت فبدون يا شباب مستحيل أنت أيضا تقدر أنك تتوصل في الانترنت هذه أول نقطة ثاني نقطة عندك الـ IP Address الـ IP Address يا شباب هو عبارة عن عنوان logical تمام؟ بيتم وضع لكل جهاز عندك على الشبكة بغض النظر كمبيوتر، طابعة، موبايل، ممكن يكون حتى تابلت بغض النظر كل هذه الأجهزة أو حتى ممكن التيفي يحتوي على IP Address فالـ IP Address هو بيتم تعيينه لأي جهاز عندك على الشبكة علشان يتميز في عملية وصوله على الشبكة ويقدر أنه يعمل Access على هذه الشبكة لكل جهاز يا شباب بيكون في عنوان IP مختلف عن الآخر وحجم عنوان الـ IP Address هذا يا شباب 32 بيت من الـ IP Virgin 4 لأن أنا عندي نوعين من الـ IP وعندي IP Virgin 4 وعندي IP Virgin 6 الـ IP Virgin 6 حجمه 128 بيت والـ IP Virgin 4 حجمه 32 بيت بهذا الشكل إحنا عرفنا أنه عندي 2 version من الـ IP Address اللي هو IP Virgin 4 والـ IP Virgin 6 والإثنين طبعاً مستخدمات معايا في الوقت الحالي الماك أدرس هو عبارة عن عنوان فيزيكال فيزيائي يعني فيزيكالي تمام بيكون موجود على قروط الشبكة عندي اللي بيتم طبعاً توصيلها في جهاز الكمبيوتر وجهاز الكمبيوتر يا شباب بدون كرت الشبكة استحالة أنه يتوصل في الشبكة يعني أنا لو كان عندي جهاز الكمبيوتر ما بيحتوي على كرت الشبكة اللي هو الـ Network Interface Card اللي هو اختصاراً للـ NIC مستحيل أنه يتوصل معاي في الشبكة إذن الماك أدرس هو بيكون موجود معايا وين يا شباب هو بيكون موجود معايا على كرت الشبكة اللي هو الـ Network Interface Card اختصاراً للـ NIC حجم الماك أدرس بتاع كرت الشبكة هو يا شباب 48 بيت وعندي أنا كروت الشبكة تنقسم لقسمين يا إما ويرد يعني كروت شبكة سلكية أو كروت شبكة ويرلس اللي هي اللاسلكية تمام فأنا عندي هذول النوعين برضو من الكروت برضو بتحتوي على عنوين فيزيائية اللي هو الماك أدرس والماك أدرس من المستحيل يا شباب إنه يتكرر على مستوى العالم الماك أدرس هو يبقى عنوان فيزيائي واحد لكل كرت شبكة بيتم تصنيعه بيصدر معاه عنوان ماك أدرس لا يتكرر لكرت آخر حول العالم هذي من أهم يا شباب الأسس اللي إحنا تكلمنا فيها طيب النيتورك أدبتر اللي هو نفسه طبعا النيتورك انترفيس كارت كرت الشبكة زي ما أنتوا شايفينه أمامنا هو اللي بيوصل لي أنا أجزة البي سي وأجزة السيرفرز عندي على وين؟ على الشبكة بتاعتي فأنا بدون الني سي يا شباب مستحيل إنه أنا أتوصل في الشبكة كرت الشبكة زي ما كنت لكم يا شباب هو بيحتوي على عنوان فيزيائي بيكون طالع من الشركة المصنعة لإله وزي ما أنتوا شايفين لو إحنا اتقربنا أكثر لعنواء لكرت الشبكة زي ما أنتوا شايفينه هذه الماثر بورد كرت الشبكة واتطلعته هنا يا شباب راح تلاكوا فيه ليبل مطبوع على وين؟ مطبوع على كرت الشبكة بهذا الشكل هذا هو الماك أدرس بتاع كرت الشبكة زي ما أنتوا شايفينه أمامنا إذن هذا عنوان الماك أدرس الذي لا يتكرر على أي كرت شبكة آخر في العالم وهذا اللي بميز عندي كروت الشبكة يا شباب حول العالم علشان كل جهاز يكون متميز بماك أدرس مختلف عن الآخر خلينا نشوف يا شباب تي سي بي آي بي موديل تي سي بي آي بي موديل يوجباب اللي هو فور نتورك كوميونيكيشن كيف عندي أنا بتم عندي عملية الاتصال عبر الشبكة خلينا أول حاجة أن يجي نتعرف عليها كتي سي بي آي بي النموذج اللي هو بيتكون عندي من أربع طبقات خلينا نفهمها واحدة واحدة علشان طبعا تكونوا أنتوا عارفين كيف عندي الأجهزاء بتتكلم مع بعضها البعض وكيف بتم عملية معالجة البيانات أثناء إرسالها أول حاجة عندي يا شباب كنت لكم إنه تي سي بي آي بي هو عبارة عن مجموعة قواعد والقواعد هذه عبارة عن برتكولات بتكون موجودة في داخل هذا النموذج فهذا النموذج يا شباب أنا لو فقد من عندي من النظام بتاعي من المستحيل أني أنا أتوصل في أي جهاز آخر ولا يمكن الاتصال بالشبكة فهذا يا شباب النموذج بيحتوي على العديد من المعلومات والبرتكولات الموجودة في داخله بالإضافة إلى ذلك في عملية بيتم في داخل التي سي بي آي بي إحنا راح نتعرف عليها إن شاء الله التي سي بي آي بي يا شباب مديول بيتكون عندي من إنترنت طبقة الإنترنت وبتكون عندي من طبقة الترانسبورت وبيتكون عندي أيضا من طبقة الأبليكيشن لييرز وعندي طبقة أخرى اللي هي اللينك اللينك اللي إحنا راح نتكلم فيها بعد شوية وتعرفوها لاحظوا معايا أنا أي جهاز عندي هنا يا شباب لو أنا عندي جهاز كمبيوتر بهذا الشكل حاب إنه يتصل عندي في موقع على الإنترنت الموقع هذا طبعا بيكون موجود عندي وين بيكون مرفوع عندي على سيرفر تمام لما يبدأ عندي في عملية فتح البراوزر باستخدام طبعا جوجل كروم أو الفايرفوكس أو أي كان من برامج التصفح برامج البراوزر فأنا لازم يكون عندي يا شباب بروتوكول الـ HTTP أو الـ HTTPS مفتوح بهذا الشكل تمام بالإضافة إلى ذلك لازم يكون عندي البورتات بتاعات هذه البروتوكولات برضو مفتوحة اللي هي البورت 80 والبورت 443 إذا كان عندي هذون البورتين مقفولين على النظام من المستحيل أني أنا أقدر أتصل في مواقع الويب الموجودة عندي على الإنترنت فبالحالة هذه أنا في أي طبقة يا شباب رح أكون أنا رح أكون في طبقة الـ Application Layer طبقة الـ Application Layer هي الطبقة اللي بتكون أقرب للمستخدم بمعنى أن المستخدم يا شباب لما يكون بدي يتصل في موقع على الإنترنت أول حاجة هو بيحتاج لمن؟ بيحتاج لـ Soft وير ليش السوفت وير يا شباب؟ السوفت وير هو الوسيلة اللي بيخليني من خلالها أتصل بالبرتوكولات اللي أنا بدي أطلع من خلالها على الويب سيرفر فأنا لما أحتاج للسوفت وير السوفت وير بتاعي هو زي مثلاً جوجل كروم تمام؟ جوجل كروم يا شباب مبرمج على إنه لما أتصل في جوجل كروم مبرمج على إنه يفتح لي البرتوكولات أو يستخدم البرتوكولات هذية زي الـ HTTPS والـ HTTP باستخدام البورتات التالية اللي هي بورت 80 والبورت 4 4 3 فبهذه الحالة هذه البرتوكولات وين بتكون موجودة؟ بتكون موجودة في طبقة الأبليكيشن ولكن عشان لشباب بعض الناس بتتوقع إنه طبقة الأبليكيشن هي اللي بيكون فيها طبقة البرامج؟ لا طبقة الأبليكيشن سميت بالأبليكيشن لأن البرتوكولات اللي فيها بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع السوفت وير والأبليكيشن اللي هم طبعاً بيكونوا وسيلة للمستخدم في عملية الاتصال بعد ذلك يا شباب بعد ما أنت تفتح طبقة الأبليكيشن وتفتح معاك الويب بعد ذلك بيصير فيه عندك طبقة النقل بيصير فيه عندك عملية إرسال واستقبال لمين؟ للداتا فلما تصير فيه عندك عملية الإرسال والاستقبال للداتا هنا بيطلع معاك طبقة ثانية اللي هي مين؟ لطبقة الترانسبورت وطبقة الترانسبورت هي عبارة عن طبقة النقل طبقة النقل الخاصة في عملية نقل الداتا من الكلاينت إلى مين يا شباب إلى السيرفر فهنا بيبدأ عندي بروتوكولين أساسيات هما بروتوكول TCB أو بروتوكول UDP على حسب نوع الداتا المرسلة بيتم تحديد يا إما بروتوكول TCB أو بروتوكول UDP بالإضافة إلى ذلك بيتم تحديد مين؟ بيتم تحديد البورت أدريسيز واللي إحنا راح نشوف إن شاء الله بعد شوية من ثم بينزل عندي لطبقة الإنترنت واللي هي الطبقة المسؤولة عن الشبكة يعني أنا عندي هنا طبقة من طبقة الإنترنت الشباب اللي بيتم فيها توجيه البيانات لأي شبكة مرسلة باستخدام عنوان الـ IP Addresses يعني طبقة الإنترنت هي اللي بيكون فيها آلية توجيه البيانات لأي شبكة تذهب لأن من الممكن أنا أكون فاتح عندي أكثر من أربع أو خمس مواقع وكل موقع موجود في شبكة مختلفة عن الأخرى طب مين اللي بيعمل عملية تحديد لهذه المواقع طبعا طبقة الإنترنت بعد ذلك يا شباب بعد ما تخلص إحنا من عملية التحديد وعملية التوجيه اللي إحنا ننطلق منها طبعا تنزل عندي البيانات لمين لطبقة اللينك طبقة اللينك هي الطبقة الفيزيائية هنا اللي بتكون عملية تحديد مين؟ عملية تحديد نوع الشبكة المستخدمة وأيضا الماك أدريس الخاص في جهاز المرسل وجهاز المستقبل فهنا عندي يا شباب بيتم عملية مين؟ بتتم العملية في داخل النيتورك كارد تعالوا بعد شوية نشوف عندي شراح يصير عندي هنا يا شباب زي ما أنتم شايفين عرفتكم أنا على الابليكيشن لاير وعلى الترانسبورت لاير والإنترنت لاير واللينك لاير طيب عندي أنا هذه الطبقة الأولى اللي هي طبقة الابليكيشن لاير وعندي طبقة الترانسبورت لاير وعندي طبقة الانترنت لاير وعندي طبقة النيتورك أكسيز لاير في داخل زي ما قلت لكم في داخل الابليكيشن لير عندي برتوكول الـ HTTP مثلا برتوكول الـ TLS برتوكول الـ DLS هذول راح نشوفين إن شاء الله فيما بعد هذول البرتوكولات يا شباب المسؤولين عن عملية عملية توصيل المستخدم في المواقع أو على حسب طبعا الطلب اللي أنت ذاهب لإله إذا كان موقع تستخدم الـ HTTP أو الـ HTTPS أما في عملية نقل الداتا بعد عملية الاتصال باستخدام طبعا طبقة الابليكيشن بيصير في عندي عملية نقل للداتا عملية نقل الداتا يا شباب بيتم من خلال مين؟ بيتم زي ما قلت لكم يا إما من الـ TCP أو من الـ UDP طبعا راح نتعرف شو هو الـ TCP ورح نتعرف شو هو الـ UDP بعد ذلك في طبقة الـ Internet Layer بيتم يا شباب الاعتماد على مين؟ على الـ IP Address يا إما الـ IP Virgin 4 أو الـ IP Virgin 6 بناء على الشبكة المستخدمة معاك إذا كانت شبكة IP Virgin 4 أو شبكة IP Virgin 6 بيتم تحديدها باستخدام طبقة الـ Internet Layer من ثم ما بننزل لطبقة الـ Access اللي هي الـ Network Access Layer وهنا بيتم تحديد هل أنت مستخدم Ethernet يعني شبكة مستخدمة مثلاً الكوابل ولا Wireless LAN شبكة مستخدمة طبعاً الاتصال اللاسلكي بناء عليها هنا بيتم تحديد نوع وسيلة الاتصال أو اللي بيسموها الـ Physical Connection to the Network and the Transmission أوف داتا يعني بيتم نقل البيانات باستخدام الـ Physical Connection وتحديداً تحديداً يا إما كابل يا إما ويرلس لعن هذه من أهم يا شباب المواضيع اللي إحنا كنا لازم نفهمها كيف عندي بيتم نقل الـ Data من جهاز إلى جهاز آخر بغض النظر كان عندي بنفس الشبكة أو كان عندي بشبكة أخرى أو حتى لو كان هذا الجهاز موجود على الإنترنت نيجي نشوف يا شباب عندي أنا النموذج الأوسع من الـ TCB IP في الحقيقة نموذج الـ TCB IP يا شباب هو المعتمد بالشكل الأساسي عندي في عملية نقل البيانات ولكن عندي أنا نموذج بيتم تدريسه وهذا النموذج يا شباب الغير مستخدم معانا ولكن هذا النموذج بشكل مفصل أكثر بيتم تدريسه في عالم الشبكات وإن شاء الله أنت لو درستوا الشبكات رح تتعرفوا على هذا النموذج بشكل أوسع فهذا النموذج يا شباب يسمى بالـ 7-layer OSI model تمام؟ هذا النموذج يا شباب بيشرح لك فيه تفاصيل الطبقات بشكل مفصل أكثر بمعنى أنت بيبدأ معك في طبقة الـ Application بشكل مفصل طبقة الـ Presentation بشكل مفصل طبقة الـ Station بشكل مفصل وطبقة الـ Transport بشكل مفصل وطبقة الـ Network أيضا بشكل مفصل والـ Data Link والـ Physical الآن عندنا إحنا هذول السبع طبقات يا شباب هنا غير مستخدمين بالشكل الواقعي في الحقيقة العملية لأن في الحقيقة العملية المعتمد هو TCB IP والـ TCB IP هو عبارة عن نموذج يا شباب مصغر من الـ OSI تمام؟ ومدمج فيه كل العمليات اللي أنتوا شايفينها أمامنا يعني أنتوا لو أجيتوا ونظرتوا هنا عندي أنا طبقة الـ Application والـ Presentation والـ Session Layers مدمجة في طبقة وحدة تسمى الـ Application Layer يعني كل العمليات بتاعة الـ Application والـ Resentation والـ Session بتتم في داخل طبقة وحدة اللي هي الـ Application Layer في نموذج الـ TCB IP Model طبقة الـ Transport زي ما هي يا شباب ما فيها أي تغيير طبقة الـ Network Layer طبعا اسمها في الـ TCB IP Internet Layer وطبقة الـ Link Layer طبعا دمجوا فيها الـ Data Link Layer ودمجوا فيها الـ Physical Layer حتى أصبح اسمها Link Layer فبهذا الشكل إحنا في الشبكات بإذن الله تتعرفوا يا شباب على تفاصيل الـ OSI Layer بالتفصيل الممل حتى تعرفوا كل عملية شو هي اللي بتتم في داخل كل طبقة من هذه الطبقة ولكن انتوا على مستوى الـ E-plus ما عليكم إلا تفهموا يا شباب نموذج الـ TCB IP وتعرفوا طبعا بس كيف بيتم نقل البيانات من المستخدم من جهاز المستخدم طبعا المرسل إلى جهاز المستخدم المستقبل فبهذا الشكل اللي انتوا شايفينه أمامنا بتتم هي بسبع طبقات ولكن في الواقع بتتم في أربع أو خمس طبقات فقط لغير اللي هم تبعات الـ TCB IP في طبقة الـ Applications هنا يا شباب زي ما انتوا شايفينها بتكون عندي طبقة الـ Applications بيكون فيها البرتوكولات الخاصة في التطبيقات أما الطبقة اللي بتكون طبعا مسؤولة عن عملية نقل البيانات اللي هي طبقة الـ TCB والـ UDP وطبقة التوجيه والتحكم طبعا في عملية الشبكة اللي هي بتكون طبقة الـ Network أو طبقة الـ Internet Liar والطبقة الأخيرة هي اللي بيكون فيها طبعا الـ Hardware and Hardware Protocols اللي هي طبعا اللي بتحدد عملية نقل البيانات باستخدام يا إما الكابل أو باستخدام تقنيات أخرى خاصة في الشبكات هذه من أهم يا شباب النماذج اللي انتوا فاهمينها وخلوا بالكم اللي عندي أنا طبقة الـ Transport هي الطبقة المشتركة ما بين الطبقة العليا والطبقات السفلة يعني هي يا شباب اللي أيضا بيتحدد بناءا لما أنت مثلا على سبيل المثال تيجي تستخدم مثلا البروتوكول زي البروتوكول الـ FTP البروتوكول الـ FTP طبعا من المعروف أنه بيستخدم مين بيستخدم الـ TCB طب بناءا على إيش أنا استخدمت الـ TCB بعد شوية راح تعرفوا أنا ليش استخدمت الـ FTP والـ FTP بروتوكول شو هو وليش استخدم الـ TCB تعالوا نشوفها مع بعض يا شباب أول حاجة عندي هنا بيقول لك أنه عندي أنا البروتوكول والـ Ports البروتوكول والـ Ports يا شباب هما شيء أساسي ومحتوى أساسي في الـ Network Communication فأنت على شان يصير فيه عندك عملية اتصال في الشبكة لازم يكون عندك أنت الـ Essentials Components اللي هم مين البروتوكول والـ Ports بدونهم ما بيحصل أي عملية اتصال طب تعالوا نتعرف على آلية نقل الـ Data أيضا ما بين المستخدم ومستخدم آخر لنفترض يا شباب أنه عندي أنا هذا المستخدم بيستخدم الإيميل الإيميل من المعروف فيه أنه بيستخدم بروتوكول الـ SMTP الـ SMTP هو بروتوكول بيستخدم طبعا بورت 25 فأنا لازم يكون عندي مفتوح عندي أنا في جهاز الكمبيوتر بتاعه والنظام اللي أنا بستخدمه لازم يكون عندي مفتوح بورت 25 طب لو كان عندي مغلق البورت 25 ما بستطيع يا شباب عملية إرسال مين ما بقدر أقوم بعملية إرسال الإيميل فلازم يكون عندي من جهاز المرسل ومن جهاز المستقبل مفتوح عندي أنا البورت 25 مفتوح عندي في جهاز المرسل وفي جهاز المستقبل برضو لازم يكون عندي هنا مفتوح البورت 25 بالإضافة إلى ذلك لازم يكون عندي بروتوكول الـ SMTP مفتوح هنا وعملية الاستقبال للمستخدم طبعا بالتم بنفس العملية العكسية ومن المفروض هنا يا شباب عندي يكون بوب 3 أو الإيماب 4 طبعا هذه بروتوكولات هي عميقة إحنا رح نتكلم فيها إن شاء الله فيما بعد ونفهمها أكثر ولكن هنا يا شباب زي ما أنتم عارفين أن أنا عندي بروتوكول يساوي البورت يعني كل بروتوكول بيستخدم بورت يعني على سبيل المثال زي ما قلت لكم عندي الـ HTTPS يساوي من بروتوكول الأربعة أربعة ثلاث بروتوكول الـ HTTP يساوي البورت كم ثمانين طبعا لو كان عندي مثلا على سبيل المثال بروتوكول الـ HTTP يساوي البورت 21 طبعا لو كان عندي الـ DNS يساوي البورت 53 وإلى آخره طبعا هذه البورتات شباب إلها رنج معين الرنج بتاعها والتقسيمة بتاعتها بتبدأ عندي من 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 سفر وصولا إلى خمسة وستين ألف وخمسمية وخمسة وستين ألف بورت عندي أنا البورتات المعروفة واللي محجوزة يعني البورتات طبعا المحجوزة عندي أنا من سفر إلى ألف وثلاثة وعشرين تمام؟ هذه البورتات المحجوزة طب لا إيش هذه البورتات المحجوزة يا شباب؟ هذه البورتات المحجوزة يا شباب عندي للبروتوكولات المستخدمة معايا في الشبكة والمعروفة يعني زي هذه البروتوكولات هذه البروتوكولات معروفة إذن هذه البرتكولات محجوز لإلها بورتات محجوزة تمام تبدأ من سفر وصولا إلى 1023 بورت هذه البرتات لا يمكن استخدامها لشيء آخر فقط هذه محجوزة لبرتكولات الشبكة عندي زي ما أنتوا شايفينها أمامنا في عندي أيضا البرتات المسجلة اللي هي الريجسترد بورت يعني البورتات اللي محجوزة عندي بتبدأ من 1024 إلى 4915 بورت هذه ليش يا شباب البورتات محجوزة أو مسجلة هذه البورتات مسجلة تم استخدامها لبرامج معينة ومتقدمة شوية صراحة ولكن أنا راح أعرفكم عليها إن شاء الله فيما بعد وهذه تعتبر بورتات مسجلة لشيء معين يعني أنا بورتات مسجلة مثلا استخدمت تطبيق معين شغلت على بورت معين باستخدام هذه البورتات اللي موجودة معي أما الدايناميك بورت واللي هي البورتات المتغيرة عندي أو البورتات طبعا الدايناميكية بتبدأ عندي من 49152 وصولا إلى 65565 ألف بورت هذه البورتات المتغيرة يا شباب بيتم استخدامها بشكل عشوائي عند مثلا اتصالنا بالإنترنت أو بأي موقع أو بأي تطبيق محجوز لإلى عملية استخدام الـ HTTPS 443 بجانب يا شباب بيحط لي كمان مثلا بورت إضافي مثلا ليكن 5000 راح أفهمكم إياها هذه إن شاء الله بعد شوية وتفهموا شو معناته الدايناميك بورت بالطريقة طبعا العملية وتشوفوا أيضا عندي أنا كيف ببين هذه البورتات خلينا نشوف مع بعض يا شباب عندي أنا هنا بعض الكومون تي سي بي آي بي بورت أسايمينت وعندي أنا زي ما قلت لكم عندي أنا بورتات محجوزة وعندي بورتوكولات مستخدمة لهذه البورتات تمام؟ وعندي أيضا البرتوكولات نفسها هذه يا شباب مستخدمة عندي بورتوكولات نقل البيانات بنفترض عندي يا شباب على سبيل المثال عندي أنا بورتوكول الـ FTP البرتوكول الـ FTP عندي من النوعين يا إما FTP client أو FTP server يعني شو معناته FTP client أو FTP server الـ FTP client هو اللي بيكون عبارة عن إنه يكون عندي أنا جهاز هنا مستخدم يسمى بجهاز The Client تمام؟ وبيتصل عندي في مين؟ بيتصل عندي في السيربر إذن هذا السيربر تمام؟ وهذا Client أنا لما آجي أستخدم الـ FTP client بيكون عندي البورت مفتوح كم؟ البورت 20 ولما آجي أتصل بالسيربر لازم يكون عندي البورت كم يا شباب المفتوح؟ البورت 21 جميل طيب شو وظيفة البرتوكول هذا؟ وظيفة هذا البرتوكول يا شباب هي عبارة عن عملية نقل البيانات بواسطة بروتوكول الـ FTP تمام؟ يعني أنا لما بدي آجي أنقل البيانات من جهاز Client إلى جهاز السيرفر بشغل معايا بروتوكول الـ FTP اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول اختصاراً لـ Files ترانسفير بروتوكول تمام؟ فأنا بشغل معايا بروتوكول الـ FTP علشان أنا أقوم بعملية نقل البيانات أو الـ Data بواسطة مين؟ بواسطة بروتوكول الـ FTP طيب لو افترضنا يا شباب أن عندي أنا بروتوكول الـ FTP موجود وشغال بس البورت بتاعه مقفول وعندي هنا بالسيرفر برضو عندي شغال بس مقفول عندي البورت بتاعه هل أنا بقدر أن أنقل البيانات استحالة؟ ليش؟ لأن البورتات مقفولة جميل جداً طيب الـ FTP احنا كنا بيستخدم في عملية نقل البيانات صح؟ معناته هنا يا شباب في عندي بروتوكول خاص في عملية نقل البيانات من هو؟ بروتوكول الـ TCB طيب ليش أنا بالذات اخترت الـ TCB ما اخترتش الـ UDP بعد شوية راح أقول لكم ليش أنا اخترت الـ TCB وبالتفصيل بس مبدئياً بروتوكول الـ TCB يا شباب بينقل البيانات بطريقة موثوقة بينقل البيانات بطريقة موثوقة فالـ TCB يستخدم في عملية نقل البيانات الحساسة مثل البيانات النصية اللي لا يمكن يا شباب نقلها وفقدها في أثناء عملية النقل بينما الـ UDP بينقل البيانات بطريقة غير موثوقة وما في أي عملية تأكيد على عملية استلام البيانات أو وصول البيانات بالشكل الصحيح والسليم فلهذا السبب أي بيانات بيتم نقلها بيانات نصية أو بيانات مثلاً زي ملفات أو مثلاً خليني نفترض مثلاً بيانات مسجلة أو أي بيانات أخرى طبعاً بيانات مخزنة أنت بتقتنقلها وتكون عبارة عن بيانات نصية هذه يا شباب بيتم نقلها باستخدام مين؟ بيتم نقلها باستخدام الـ TCB بروتوكول الـ TCB ليش؟ لأن الـ TCB زي ما قلت لكم هو موثوق إذن الـ FTP هنا راح يستخدم لمين؟ بروتوكول الـ TCB طيب الـ UDP متى بيستخدم يا شباب؟ الـ UDP يا شباب بيستخدم معايا في عملية نقل البيانات المباشرة بمعنى إيش؟ يعني أنا لما أشغل مثلاً فيديو ستريم مثلاً أشغل فيديو ستريم أو أشغل بث مباشر مثلاً على سبيل مثال لما نجي أشغل مثلاً بث مباشر على اليوتيوب أو أشغل بث مباشر على الفيسبوك فبيشتغل معايا عملية نقل البيانات فيه تقطيع بنقل الصوت أو فيه تقطيع بنقل إيش الفيديو فبتحس الجودة قلت ليه؟ لأن الـ UDP ما بيهم عملية وصول البيانات بالشكل السليم فهو بينقل البيانات وما بيتأكد من عملية وصولها ولكن الـ TCB لا بيتأكد من عملية وصول البيانات بالشكل السليم جميل جداً هذا إحنا اللي تعرفنا عليه في عندي أيضاً بروتوكول زي الـ SSH سيرفر طبعاً هذا بروتوكول بيستخدم في عملية الاتصال عن بعد طبعاً وهذا طبعاً بروتوكول متقدم راح تعرفوا عليه إن شاء الله في الشبكات والتلنت هو شبيه للـ SSH فعندي بروتوكول الـ SMTP إيميل سيرفر برضو أنا هذا لأن بروتوكول إيميل يا شباب فالإيميل عبارة عن إيش؟ الإيميل عبارة عن نص فالإيميل لما أنا بدي أجي أرسلها طبيعي جداً إن أنا استخدم أيضاً بروتوكول الـ TCB وهنا بيستخدم معي من البورت 25 برضو عندي الـ DNS وعندي الـ DHCP هذه البرتوكولات راح نتعرف عليها إن شاء الله بالتفصيل ونعرف شو هي ولكن إحنا بس من أسس علشان ندخل في عالم الشبكات يا شباب شوية شوية هذه قائمة يا شباب بأشهر لبرتوكولات اللي إحنا بنشتغل فيها في حياتنا العملية وحياتنا الواقية بشكل دائم بعد ذلك يا شباب عندي أنا نتعرف على بروتوكول الـ TCB الـ TCB هو اختصار لـ Transmission Control Protocol والـ UDP هو اختصار لـ User Datagram Protocol هذول البرتوكولين يا شباب مسؤولين عن عملية نقل الـ Data تمام؟ مسؤولين عن عملية نقل الـ Data ما بين الأجهزة المتصلة معايا في الشبكة وزي ما قلت لكم إن الـ TCB موثوق أما الـ UDP غير موثوق وبالأحرى يا شباب عشان أنت تكونوا عارفين إن الـ TCB يصنف كConnection Oriented Protocol ليش؟ لأنه يا شباب بينشئ لك عملية اتصال قبل ما يكون بعملية نقل البيانات ليه؟ وشو هي عملية الاتصال؟ عملية الاتصال يا جماعة ما بين الـ Client تمام؟ والـ Server قبل ما يتم عملية نقل الـ Data من الـ Client إلى السيرفر بيتم إنشاء اتصال هذا الاتصال يا شباب بيسمى بالـ Connection Oriented يعني Connection Oriented يعني أنا بدي أنشئ اتصال قبل ما يتم عملية إرسال البيانات من جهاز المستخدم إلى جهاز السيرفر فهذا الشيء اللي بيعطي موثوقية عالية لمين لبروتوكول TCB أكثر من بروتوكول UDP فهنا بيبدأ عندي عملية السن يعني عملية Synchronization ما بين الـ Client وما بين السيرفر تمام؟ بدأ في عملية طبعاً التزامن ما بين السيرفر وما بين الـ Client من ثم بيأكدوا على عملية الاتصال ما بينهم بتصير فيه عندي هنا عملية اسمها Syn plus AC اللي هي Synchronization plus Acknowledgement بعد ذلك بيتم عملية التأكيد على عملية إن شاء الاتصال هذا اللي هي الـ Connection ما بين الـ Client والـ Server بعدها يا شباب بيتم عندي عملية مين؟ عملية نقل الـ Data ما بين السيرفر والـ Client بس قبل أنا أخذي بالكم يا شباب عشان أنوه كويست هذا الموضوع قبل يا شباب ما يتم نقل البيانات تلاحظوا هنا عندي بكل Before Transferring Data قبل ما يتم نقل الـ Data بيتم إنشاء مين؟ بيتم إنشاء الاتصال بعدها بيتم إرسال البيانات بالشكل الطبيعي وعملية الاتصال هنا يا شباب أنتوا ما بتشوفوها صراحة بس ولكن رح أرجيكم إياها إن شاء الله على برامج تحليل الشبكات عملية الاتصال هنا بتتم أثناء عملية اتصالك أنت في أي موقع في العالم حتى لو أنت رح تستخدم مثلا الـ HTTPS ورحت أن تتصل مثلا في موقع مثلا على سبيل المثال في جوجل بيتم عملية مين؟ بيتم عملية يا شباب بيتم عملية إنشاء الاتصال اللي هي خاصة في مين؟ خاصة في الـ TCB بس أنت ما بتشوفها تمام؟ فعندك عملية السن هذه الـ Synchronization بتتم في أقل من الثوارئ فإنت لما تيجي تستخدم TCB is used by applications such as web browsers وتستخدم مثلا الـ HTTPS أو الـ HTTPS على طول بينشئ عملية مين؟ بينشئ عملية اتصال من ثم بيصير فيه عندك عملية نقل البيانات ما بين الـ Client والـ Server اللي أنت متصل فيه من خلال الموقع طيب على سبيل المثال أنا لما أروح لـ جوجل يا شباب وأبدأ أبحث ما هي هذه عملية البحث؟ أنت عملها في عملية نقل للبيانات يعني عندك الجهاز عماله بينقل البيانات أنت بدك تبحث عنها في موقع جوجل فهذه عملية نقل البيانات طب إذن هنا عندي شو بيصير يا شباب أنت بتنقل البيانات نصية فبطبيعة الحالة أنت مستخدم هنا TCB وعلى طول TCB يا شباب بينشئ لك عملية اتصال قبل ما يتم عملية نقل البيانات وبهذا الشكل بيصير فيه عندك عملية نقل البيانات بعد عملية الاتصال كذلك الأمر بروتوكول الـ SMTP والبوب ثري والآي ماب وأيضا بروتوكول الـ FTP وبرتوكول الـ SSH وإلى آخره من البرتوكولات الأخرى فهذا الشيء اللي بيميز عندي بروتوكول الـ TCB عن بروتوكول الـ UDP البرتوكول الـ TCB يا شباب بطيء في عملية إيش في عملية تصال وعملية نقل البيانات بتاعتها فأنا عندي هنا بروتوكول الـ UDP أسرع من عملية مين؟ من عملية الـ TCB ليش؟ لأن الـ UDP يا شباب ما في عنده أي عملية إنشاء اتصال أبداً وهذا يصنف الـ UDP كـ Connection Leases Protocol بمعنى إيش؟ بمعنى إن عندنا لما ييجي لـ Client الشباب يتكلم مع السيرفر على طول بيفتح الاتصال بدون ما ينشئ أي عملية إيش؟ أي عملية أي عملية تأكد من عملية الاتصال ما بين الـ Client والسيرفر لا هو فوراً بيبدأ في عملية إيش؟ عملية الإرسال والاستقبال على طول دايلكت بدون ما يكون فيه عنده أي عملية تأكيد فهذا الشيء للأسف هو ما بيكون فيه عنده أي reliability أو أي موثقية لعملية الاتصال بتاعتها فبهذا الشكل هو بيكون أسرع من بروتوكول الـ TCB وبروتوكول يا شباب الـ UDP بيستخدم في زي ما قلت لكم في عملية إرسال واستقبال البيانات اللي هي بتكون مباشرة أو مثل إنت لما تفتح الفيديو مباشر فبيستخدم عندك بروتوكول الـ UDP فلهذا السبب بيصنف ك-Connection Leases البروتوكول فهو أنا أخلي بالك بيكون لك نت Establish a Connection Before Sending Data يعني ما بينشي أي عملية استبلش قبل ما يرسل البيانات هو على طول بيرسل البيانات بدون ما يتأكد من عملية الـ Communication إنها سليمة وتمت بالشكل الصحيح في عندي يا شباب أنا ما تعرفت على الشبكات وتعرفت أيضا على البروتوكولات المستخدمة معايا خلينا نجي نتعرف على أجهزة الكمبيوتر عندي كيف بتتم والعمليات التي تعتها كيف بتتم هنا عندي يا شباب أنا Number Systems Number Systems يا شباب هو عبارة عن إيش Number Systems اللي أنتم عارفينها مع أنا أكيد أنكم عظمكم عارفها هو عبارة عن Binary Numbering وعندي Decimal Numbering Systems أجهزة الكمبيوتر أو بالشكل العام أجهزة الشبكة بشكل العام جميعها بتتعامل بالBinary فجميعها يا شباب بتفهم لغة 0101 0101 حتى جهاز الكمبيوتر أثناء عملية التعامل مع القطع بتاعتها اللي هي زي الرام والCPU والمدربورت كلها بتتعامل مين؟ تتعامل بالBinary Numbering System طيب بس إحنا كبشر لم نقدر نفهم هذه الأرقام أو أنت تشوفها لي لأنها راح تكون عندك هذه الأرقام طويلة ومخربطة فأنت ما راح تقدر أنك تفهم المفهوم بتاعها فطبيعي جدا يا شباب إنه إيش إنه حولوا هذه الأرقام إلى مين؟ إلى أرقام عشرية اللي هي تسمى بالDecimal Numbering System ليه؟ علشان إحنا كبشر نفهم هذه الأرقام اللي موجودة أدي بس جهاز الكمبيوتر يا شباب أو الكمبيوتر نتورك بيستخدم الاثنين اللي هو الBinary والDecimal تمام؟ ولكن كواقعيا في الداخل هو بيستخدم فقط الBinary وبيتم طبعا ترجمة هذه الأرقام الBinary إلى أرقام ديسيمال علشان إحنا كبشر نفهم هذه الأرقام الBinary يا شباب بيتكون عندك يا إما واحد يا إما سفر تمام؟ أما الDecimal بيبدأ معك بالDigits بيبدأ من عندك من سفر إلى تسعة يعني أرقام عشرية تمام جدا عندك هنا الهوستز والسيرفرز والنتورك إكويمنت أي أجهزة شبكية بتتعامل يا شباب مع مين؟ بتستخدم الBinary Addressing تمام؟ يعني العناوين إيش؟ اللي هي بأرقام عشرية بالإضافة إلى ذلك إحنا منفهمها يا شباب كأرقام عشرية طيب الأرقام العشرية هذه اللي إحنا نفهمها شو بتكون عندي؟ على سبيل المثال أنا عندي الIB خلينا نفترض يا شباب عندي الIB الIB Address إحنا كنا عبارة عن إيش؟ عبارة عن 32 بيت حجمة صح؟ 32 بيت شباب إحنا نفهمها بمين؟ نفهمها كDecimal لأن إحنا كنا بنشوفها والIB هو بيشتهر بهذا الرقم مثلا هذا decimal أما لو إحنا عجلنا نحولها لبايناري راح تشوفوه بهذا الشكل بعد شوية راح تشوفوه لأن هنا بكله طبعا أنا عندي العنوان يا شباب عندي بيتكون من 32 بيت تمام؟ وبيفصل ما بينهن four sections بيفصل ما بينهن octets يعني بيفصل ما بين كل خانة وخانة في عنوان الIB دوت فإحنا راح نفهمها واحدة واحدة وكل دوت يا شباب بتتكون عندي عفوا كل octet بتتكون عندي من مين؟ من ثمانية بيت فمجموع الIB زي ما أنتوا شايفين عندي الـ 32 هي مجموع أربع ثمانيات يعني هذه عبارة عن بيت وهذه عبارة عن بيت وهذه عبارة عن بيت وهذه عبارة عن بيت إن جمعهن مع بعض بيطلع عندي المجموع كم 32 بيت إذن مجموع يا شباب الـ IB عندي كم 32 بيت تمام؟ وإنتوا لما تيجوا تشوفوها لو أجدتوا تحليلوها راح تلكيها عبارة عن إيش؟ عبارة عن ثمانية بيت ثمانية بيت ثمانية بيت ثمانية بيت تمام؟ ولما نيجي يا شباب نحولها راح تشوفوها بعد شوية كيف نحول هذا العنوان إلى من باناري إلى ديسمال ولكن هنا إحنا لازم نيجي نستخدم جدول بيكون عندي وهذا الجدول يا شباب عبارة عن إيش؟ هذا الجدول إحنا بنستخدمه المسؤول عن عملية تحويل من الباناري إلى ديسمال ومن الديسمال إلى باناري في البداية زي ما أنتوا شايفين أمامنا هذه عندي أنا إرخانات أنا أول حاجة يا شباب عندي بديت في الـ Bit بعدين 2 Bit بعدين 3 Bit بعدين 4 Bit بعدين 5 Bit بعدين 6 Bit بعدين 7 Bit بعدين 8 Bit جمعت أنا الأكتة الوحدة 8 Bit إحنا كنا يا شباب الأكتة الوحدة عندي كم حاجمة 8 Bit صح؟ أنا أجيت هنا يا دماعة وبدأت أني أضرب عندي الأرقام هذه كنت لها هنا 2 أص 0 نتج عندي 1 2 أص 1 نتج عندي 2 2 أص 2 نتج عندي 4 2 أص 4 نتج عندي 8 2 أص 4 2 أص 3 عفوا نتج عندي 8 2 أص 4 نتج عندي 16 2 أص 5 نتج عندي 32 و2 أص 6 نتج عندي 64 و2 أص 7 نتج عندي 128 جميل جدا أنا الآن لما أجيت حولت يا شباب رح أفهم عندي الآن أن طلع عندي بهذا الشكل الجدول الآن هذا الجدول اللي أنا بدي أستخدمه معايا في عملية التحويل تمام؟ الخاصة من البايناري إلى ديسيمال تعالوا نشوفها بعد شوي الآن عندي أنا هنا من بايناري إلى ديسيمال عملية التحويل لاحظوا معايا بعد ما أنا عينت شباب الجدول وأخذت اللي أنا بدي إياه وفهمت عندي عملية التحويل تمام؟ هنا أنا حولتها وفهمتها عندي خلينا نبدأ أن نستخدم عملية الحساب عندنا أول حاجة عندي يا شباب قل لك هنا في الجدول أي عندك أي هي سفر مستخدم يعني حاطط أنت أمامه واحد هذا للسفر معنات أن هذا بتنزلي علي واحد طب أنا عندي هنا ثمانية بيت زي ما أنتم شايفين أنا عندي هنا ثمانية بيتس تمام؟ هذه واحد بيتس إلى ثمانية بيتس طيب أنا عندي هذا الرقم بدي أحوله لمين بدي أحوله لديسيمل علشان أنا أفهم لأنني أنا مش فاهمة هذا الرقم فأنا أجدت عندي هنا يا شباب فردت الأرقام وبدأت أني أنا أشوف عندي أن الجدول اتبع معايا من مية ثمانية وعشرين إلى أربعة وستين اثنين وثلاثين ستعاش ثمانية أربعة وثنين واحد تمام؟ كلي هنا عندي إيش؟ كلي خلينا إحنا نحط العناوين المستخدمة معاك علشان أطلع لك إياها كديسيمل فالمية وثمانية وعشرين هنا مستخدمة صح؟ فأنا حطت عليها واحد الاربعة وستين مستخدمة حط عليها واحد الاثنين وثلاثين مستخدمة حط عليها واحد هنا غير مستخدمة أصبحت سفر أنا عندي سفر وهنا عندي سفر البت هذه مستخدمة حط عليها واحد وهذه مستخدمة حط عليها واحد تمام؟ خلينا إحنا يا شباب نطلع الأرقام هذه كيف طلعت عندي واحد 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 سفر 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 واحد واحد هذا الرقم كباينري لو بدي أحول أنا لدي سيمال كيف بدي أحول لدي سيمال يا شباب بكل بساطة بيجي بجمع أنا فقط المية وثمانية وعشرين زائدا الاربعة وستين زائدا الاثنين وثلاثين طبعا السفر غير مستخدم ما بيدخل معايا في الجمع زائدا الاثنين زائدا الواحد كم رح يطلع عندي هنا يا شباب المجموع زائما انتم شايفينه أمامنا ظهر عندي يا شباب المجموع ميتين وسبعة وعشرين ليه لأني أنا جماعت المية وثمانية وعشرين زائد الاربعة وستين واثنين وثلاثين والاثنين والواحد فأنا حولت عندي الأرقام العشرية عفوا الديسيمال الباينري هذه حولتها إلى مين إلى ديسيمال فقدرت أني أنا أطلع الناتج بتاعي فأنا قدرت أني أعرف أن هذا المجموع ميتين وسبعة وعشرين نفس الحاجة يا شباب أنا حولت هنا من باينري إلى مين إلى ديسيمال لاحظوا الآن عندي أنه أنا نموذج أبسط هنا بكل عملية التحويل من باينري إلى ديسيمال زي ما أنتم عارفين إحنا فرضنا الجدول هذا الجدول المستخدم في عملية التحويل صح؟ فعندي أنا الأرقام المستخدمة بحط عليها واحد والأرقام الغير مستخدمة بحط عليها سفر زي ما أنتم شايفين أمامنا أنا عندي هنا باينري زي ستم عندي أنا هنا مية وثنين 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 من وين جاء؟ أنا استخدمت مجموع المية وثمانية وعشرين والأربعة وستين والباقي بنحط عليه سفر 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 وهنا سفر فقط أنا بجمع الأربعة وثنين مع المية وثمانية و highlighter بيطلع عندي المجموع كم؟ مية وثنين وثنين طيب نعيد مرة ثانية يا شباب مرة أخرى خلصنا إحنا من هذا ننزل لهذا الباينيري عندي هنا هنا واحد وعندي هنا واحد والباقي كله إصفار طب أنا مش عارف هذا الرقم هو طريج عندي هنا 168 تمام؟ من وين أجل 168 بحط هنا واحد وبحط هنا واحد وبحط هنا سفر وهنا سفر هنا سفر وهنا سفر وهنا سفر وهنا سفر بجمع 32 مع 128 بيطلع عندي المجموع 168 تمام؟ بعد ذلك نجمع برضو يا شباب عندي خلينا نعمل عملية التحويل ابتاعت مين ابتاعت هذا الرقم اللي هو البايناري هنا عندي سفر وهنا عندي سفر عندي هنا واحد وهنا واحد وهنا سفر وهنا سفر وهنا واحد وهنا سفر بنجمع الأرقام اللي هما 2 و 8 و 16 و 32 فقط والباقي ما منتطلع عليه يا شباب ليش لإني أنا أطلعت الأرقام البديها فأنا بجمع 32 مع 16 مع الاثنين بيطلع عندي يا شباب كامل مجموع 50 فانتوا ناهدوا معايا أنا كيف يا شباب حللتها بكل بساطة حللتها من البايناري سيستم إلى الديسيمال سيستم بأبسط طريقة فأنا ودي منكم بس يا شباب لما أنتوا يعني تيجوا يعني تحللوا الـ IP بعد شوية تكونوا عارفين كيف أنت بتعمل عملية الكونفيرتز من البايناري سيستم إلى الديسيمال سيستم بطريقة بسيطة جدا 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 لما أنا آجي أحول يا شباب البايناري هذا لحظوا معايا أنا عندي واحد فطبيعي جدا أنا هنا أمسح كل هذولا لحظوا كيف من الرقم المستخدم معايا هنا يا شباب طبعا هذا كل أصفار هذا كل غير مستخدم فأنا هنا بحط 0 0 0 0 0 0 0 7 أصفار وهنا بحط واحد إذن هذا المستخدم عندي فأتحول معايا إلى ديسيمال وبهذا الشكل أنا قدرت أني أنا أفهم عندي آلية التحويل من نظام البايناري إلى نظام الديسيمال جميل جدا نيجي الآن يا شباب لـ IP address اللي هو Virgin 4 زي ما إحنا عارفين يا شباب أن أجهزة الشبكة عندي سواء روترات أو أجهزة كومبيوتر بتفهم هي البايناري سيستم تمام ولكن إحنا كبشر رح نشتغل مع الشبكة بالديسيمال نمبر فلازم تكونوا عارفين أنه لما عندك تواجه هذا الموضوع يا شباب بدك تقدر عملية بدك تفهم عملية التحويل وإحنا كنا عبارة عن أن عنوان الـ IP address يا شباب يكتب بالحالتين يكتب بالديسيمال ويكتب بالبايناري تمام وكنا أن عنوان الـ IP address Virgin 4 حجمة 32 بيتس حجمة 32 بيتس يا شباب يعني عندك أنت ثمانية بيتس مع ثمانية بيتس مع ثمانية بيتس مع ثمانية بيتس مع ثمانية بيتس تمام من جمعهم كلياتي يا شباب مع بعض بيطلع عندي الناتج 32 بيتس ولو أنتوا شايفينها أمامنا 172 عبارة عن إيش 172 عبارة عن ديسيمال صح؟ طب أنا لو وجدت حولت إلى بايناري رح يطلع معي بهذا الشكل إذن مجموعة يا شباب من وين جاي؟ إذن مجموعة الإنوان 32 بيتس أجت من عملية الجمع بتاعة عفوا الـ number systems فبهذا الشكل هو أصلا عندي كليات عبارة عن 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس وطلع عندي بهذا الشكل أنت كشخص لازم تفهم عنوان الـ IP يا شباب لازم تفهم بس عملية التحول من بايناري إلى ديسيمال ومن ديسيمال إلى بايناري العملية جدا سهلة كل ما عليك بس فعلا يا شباب اللي هو أنك أنت تحفظ هذا الجدول إذا أنت حفظت هذا الجدول بتقدر أنك أنت تحلل الأرقام بشكل بسيط جدا وما بتحتاج إلى أي عملية تعقيد تمام؟ فأنت لازم بس عليك أنك أنت تكون فاهم الـ two-numbering system اللي هو تبع الـ decimال وبتاع البايناري لأنه ما ذول الأثنين هم المستخدمين معنا في عالم الشبكات وعالم الكمبيوتر تعالوا الآن يا شباب نتعرف على الـ IP addresses الـ IP addresses يا شباب هو اختصار لـ Internet Protocol Addresses واللي إحنا دائما نختصره بالـ IP address هو عبارة عن label تمام؟ عبارة عن label بيتم وضعه على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة أو بيتم تعيينه يعني على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة علشان يصير في عندي قدرة على عملية الاتصال في الشبكة وأجهزة الشبكة الأخرى بدون الـ IP يا شباب أنا ما بقدر أني أنا أتصل في الشبكة أو أجهزة الشبكة الأخرى لأن الأسس عندي لازم أنا أخذنا الأسس في البداية يا شباب صح؟ وكنا لازم إحنا نكون فاهمين أن عندي أنا Protocol Apports و- IP صح؟ بالإضافة إلى ذلك الماك address هذه الأسس اللي إحنا لازم نشتغل فيها علشان نقدر نفهمها والـ IP address يا شباب هو اللي بيميز لي وبيحدد موقع كل جهاز عندي في الشبكة وبينتمي لأي شبكة عندي موجودة لأنني ممكن يكون عندي أنا أكثر من شبكة وممكن يكون عندي أنا أكثر من جهاز طبعا أنا كيف بدي أحدد أن هذا الجهاز بينتمي لشبكة معينة باستخدام الماك address هو اللي بيحدد لك هذا الجهاز رايح لأني شبكة وهذا الشبكة بتتحدد أيضا إنها بتنتمي لهذه الأجهزة جميل الـ IP address زي ما قلت لكم يا شباب الـ IP address Virgin 4 حجمها 32 بيت وإنتوا بتشوفوه طبعا بـ Decimal اللي هو يكتب بهذا الشكل وبيتكون من 8 أكتت وكل أكتت حجمها 8 بيتس تمام وبيبدأ عندي يا شباب بتتراوح عندي طبعا كتابة الـ IP من 0 إلى 255 فقط ما بتقدر إنك أنت تكتب ما فوق الـ 255 بعد شوي راح تشوفوها عندي يا شباب نوعين من الـ IP addresses عندي private IP addresses وعندي public IP addresses الـ private IP addresses يا شباب هذا المستخدم معايا في الشبكات الداخلية من اسمه private IP addresses يعني يستخدم في داخل الشبكات الداخلية مثل عندي أنا شبكة في داخل شركة أو شبكة في داخل بيت أو شبكة في داخل مكتب أو شبكة في داخل أوتيل أو شبكة في داخل مستشفى بغض النظر كل هذه يا شباب الشبكات والمؤسسات تستخدم الـ private IP addresses أما الـ public IP addresses لا الـ public IP addresses هنا ما بيستخدم يا شباب في الشبكات الداخلية وإنما يستخدم في الشبكات الخارجية والـ public networks اللي هي طبعاً بتكون الشبكات العامة اللي موجودة معايا على شبكة الانترنت فلا يمكن استخدام الـ Public IP Addresses يا شباب في داخل الشبكات الداخلية ولا يمكن استخدام الـ Private IP Address في الشبكات العامة فهذه قاعدة أنتوا لازم يا شباب تفهموها طيب أنا كيف بيصير عملية الاتصال بين الـ Private IP Address والـ Public IP Address عشان أنا أتوصل بالانترنت والله هنا يا شباب يقول لك أنت علشان تتصل الشبكات الداخلية علشان تطلع وتتصل بالانترنت على سبيل المثال أنت عندك هنا الانترنت وعندك هنا شبكات داخلية طبعاً كيف بقدر أن أطلع على الانترنت طالما الأجهزة عندي هنا مستخدمة لـ Private IP Address هنا يا شباب يقول لك أن كل شبكة بتحصل على عقوان Public IP Address واحد ومن خلالها هذه الشبكة بتطلع على الانترنت باستخدام مين؟ باستخدام تقنية اسمها Network Address Translation تختصر بالنات النات هي عبارة يا شباب عن التقنية اللي بتكون بعملية ترجمة العناوين من Private IP إلى Public IP حتى تستطيع عملية اتصالها بالشبكات الخارجية بعد شوية راح تشوفوها إن شاء الله وتفهموا شو يعني النات بس خلينا نخلص موضوع الـ IP Address بعدها إن شاء الله بنفهم الألية كيف عندي بتكون عندي هنا يا شباب الـ IP Addresses الـ IP Address Structure زي ما قلت لكم إنه هو طبعا حجم 32 بت وبينقسم إلى قسمين يا شباب عندي Network Brotion وعندي أيضا الـ IP Address شباب بينقسم عندي قسمين قسم للـ Network ID وقسم للـ Host ID طب شو معناته هذه يا شباب أنا عندي يا شباب كل عنوان شبكة أو كل عنوان IP Address بيحصل على Network ID وتحت بيصير في عندي مين الـ Host ID بمعنى أنا لما يكون في عندي على سبيل المثال هذا عنوان IP معلش عشان أوضح لكم إياها أكثر أنا عندي هنا عنوان IP عشرة واحد عشرة سفر تمام هذا الـ Network ID يا شباب يسمى أول ثلاثة أكت هذولا مستخدمين لمين مستخدمين لا الـ Network وهذا الذي يطلق عليه يا شباب تعريف الشبكة أو هوية الشبكة أما آخر أكت هي عبارة لمين هي عبارة لا الـ Host يعني أنا عندي خلنا نتكلم أن هذا العنوان ثابت وهذا الرقم متغير هذا الرقم ثابت وهذا الرقم متغير طب ليش بيصير كذا؟ برضو راح تعرفوها بعد شوية وتفهموا الأمور كلها إن شاء الله بالتفصيل خلوا بالكم أن هنا بيقول لك أن كل الأجهزة الـ Computer عندك اللي بتكون في سيم لان يعني في شبكة واحدة لازم تكون تابعة لنفس الـ Network ID إذا اختلف الـ Network ID معناته عندك إيش يا شباب أنت صرت في نطاق آخر لشبكة أخرى وهنا بيقول لك أن Edge Computer سيم لان لازم يكون لكل هست Unique Host ID يعني أنت لما تكون بنفس الشبكة وبنفس الـ Network ID لازم يكون لكل كمبيوتر عندك أو لكل هست عندك موجود في الشبكة رقم بيختلف عن الآخر فضروري جدا يا شباب تكونوا أنتوا فهمين هذه النقطة كويس يعني أنا عشان نجي بس مثلا على الشيء أوضحي لكم إياها أكثر من الافترض يا شباب عندي هنا أنا عندي هنا شبكة عندي هنا هنا شبكة مثلا تمام وعندي هنا هو أنا مش عارف ليش ما بكتبش معايا مش مشكلة هذا معلك فهنا نجيب واحد ثاني عندي هنا شبكة يا شباب وعندي هنا أجهزة كمبيوتر على سبيل المثال تمام الآن هذا جهاز الكمبيوتر يا شباب يعتبر ايش هست وهذا يعتبر هست وهذا يعتبر هست وعندي أيضا طابعة تعتبر مين برضو هست تمام الآن أنا عندي النيتورك اي دي لكل هذه الشبكة يا شباب الذي يطلق عليه النيتورك اي دي هو مثلا على سبيل المثال هذا النيتورك اي دي تمام إذن هذا الجهاز يا شباب رح يكون أول عنوان اي بي لإلى اللي هو عشر على واحد لاحظوا صار هست اي دي وهذا الجهاز رح يحصل على عنوان اي بي اثنين لاحظوا العنوان ثابت النيتورك اي دي والمتغير هو الهست اي دي عندهن هوست اي دي تغير وعنده هنا يا شباب ايضا و الهوست اي دي عنده اتغير لاحظوا كيف اندي يا شباب اتي اخر رقم اذن هذا الهست اي دي وهذا الهوست اي دي من هي النتيورك اي دي النتيورك اي دي توحد على كل اجهزة ما تغير معاي لان لو تغير النتورك اي دي انت اصبحت راحت على نطاق شبكة ثاني فهذه مهمة جدا انتو تكونوا فاهمينها يا شباب معايا علشان طبعا بعد شوية ان شاء الله راح تشوفوا آلية آلية طبعا تطبيق على الروتر وتشوفوا فيه طبعا بناء شبكة معانا في البكت تريسر اللي هو طبعا خاص في سيسكو عندي ايضا شباب السبنت ماسك والسبنت ماسك شباب اللي هو عبارة عن قناع الشبكة برضو هذا بتلكو اللي هو غالبا ما بتشوفو انتو ب255.255.255.0 قناع الشبكة يا شباب هو اللي ايضا بيحدد لك عندك نطاق الشبكة وبالاضافة لذلك بيميز لك ان عندك انت هذا النتورك اي دي بيتسع مثلا لرنج معين من الهوست اي دي عندك هذا السبنت ماسك مهم جدا برضو احنا راح نتعرف عليه ان شاء الله يا شباب عشان طبعا تكونوا انتو عارفين لان انا عندي زي ما قلت لكم هنا عندي انا النتورك اي دي وعندي هنا من الهوست اي دي طيب انا عندي السبنت ماسكي فانا حددتها يا شباب السبنت ماسكي نتحدد عندي بناءا على النتورك اي دي لحظوا معايا هنا تم استخدام وحجز كل الثلاثة اوكت بتاعات النتورك اي دي اذا هذه لا يمكن استخدامها ليه لان هذه اصبحت نتورك اي دي بناءا على ذلك تم تحديد من السبنت ماسك وانا عندي هنا اصبح في عندي اخر اوكت اللي هي بالسفر زي ما انتم شايفينها امامنا هذه اللي هي مستخدمة معايا لمن؟ مستخدمة معايا للهوست اي دي فبناءا على الصبنت ماسك بيتم يا شباب تحديد النتورك اي دي وعدد الهوست اللي موجود معايا بنفس النتورك اي دي تعالوا يا شباب نتعرف ونشوف عندي البابلك اي بي والبرايفت اي بي والموتوماتيك برايفت اي بي ادرس عندي هنا يا شباب طرف مصطلحات احنا لازم تكونوا عارفينها ولكن قبل بس ما نبدأ عشان تطعا تكونوا عارفين ان في عندي انا البرايفت اي بي ادرس هذه مصممة ومحجوزة للشبكات الداخلية ولا يمكن استخدامها على شبكة الانترنت والآي بيات شباب البرايفت اي بي ادرس هي بتكون عندي بهذا الشكل زي ما انتم شايفينها امامنا هذه كلها برايفت اي بي ادرس ليه؟ لان البابلك اي بي ادرس مختلفة تماما عن هذه الارقام مرتضوعا راح تشوفوها برضو معنا وعندي الاوتوماتيك برايفت اي بي ادرس وهذه احنا راح نشوفها ان شاء الله نتعرف عليها بعد شوية لما ندخل اكثر في الشبكات ننهروا معي يا شباب هنا الـ Types of IP Addresses الـ Types of IP Addresses يا شباب عندي انا انواع وفئات الـ IP Addresses عندك انت يا شباب خمس فئات من الـ IP Address عندك الـ Class A و الـ Class B و الـ Class C و الـ Class D و الـ Class E هذه الخمس فئات عندي المستخدمة معايا هي ثلث فئات الـ Class A و الـ Class B و الـ Class C هذول الثلث فئات اللي احنا مستخدمات معانا سواء في الـ Private IP او سواء في الـ Public IP اما الـ Class D و الـ Class E لا هذول محجوزين لأشياء معينة مثل الملتيكاستنج الـ Class D محجوز مثلا للملتيكاستنج راح نشوفها ان شاء الله و الـ Class A هذا محجوز يا شباب للأبحاث وعمليات التطول الـ Class A عندي بيبدأ بهذا الشكل من 1 وصولا الى 126 الـ Class B بيبدأ من 128 وصولا الى 191 عندك الـ Class C بيبدأ من 192 وصولا الى 223 هذه عندك مين؟ معمرية او الـ Classات اللي بتكون عندي في الـ IP طبعا كل IP يا شباب وكل Class من هذه الـ Classات لها رنج معين ومختلف عن الـ Class الآخر يعني زي الـ Class A عندي انا هنا بيدعم معايا عدد الاجهزة اكثر من عدد الشبكات عندي الـ Class A بيدعم معايا 16,777,214 بيدعم معايا في الشبكة الوحدة مين؟ لـ Class A وعدد الشبكات بيكون 128 طبعا هنا يا شباب في IP محجوز اللي هو الـ 127 هذا راح اكلكم عنا فيما بعد ان شاء الله بس ما تشغلوا بالكم فيه وعندي الـ Class B يا شباب هو الـ 128 تمام بيبدأ من 128 وصولا الى 192 عدد الاجهزة بتكون فيها 65,534 total host وبيفتح معايا عدد الشبكات 16,384 عندي انا لـ Class C بيبدأ معايا يا شباب من 192 الى 223 طبعا بيتقفل معايا الثلاثة اكتة هذه وبيدعم معايا عدد الاجهزة الى 254 total hosts يعني عدد الاجهزة 254 في الشبكة الوحدة وبيفتح معايا هذا الرقم للشبكات اللي موجودة معنا طبعا ايضا في عندي انا عناوين لا يمكن استخدامها زي الـ 4 أصفار هذه شبكات تجمعها غير معروفة وهذه تسمى ايضا بالـ default route يعني احنا راح نتكلم فيها ان شاء الله في الشبكات فيما بعد هذه عبارة عن العناوين الغير معروفة انا باستخدم من الـ 4 أصفار هدولة هذا الـ IP الـ 4 أصفار يا شباب غير مستخدم ومحجوز ولا يمكن استخدامها في الشبكات لا الـ private ولا الـ public هذا بيكون جنرال يعني عام مفتوح لكل الشبكات وعندي ايضا عنوان اخر اللي هو الـ broadcast address هذا العنوان ايضا يا شباب محجوز معانا لا يمكن استخدامها الا في حالات معينة فقط وعندي ايضا انا قلت لكم ان الـ 127 من فئة الـ class A هذا محجوز معايا لشيء اسمه الـ loopback address والloopback address يا شباب هو عبارة عن عنوان محجوز عندي لكرت الشبكة بيكون موجود في داخل كرت الشبكة راح افجيكم عليه بعد شوية يستخدم في امور التستنج وامور فحص كرت الشبكة وامور الاختبار وبيبدأ معايا من 127.001 وصولا الى 255 255 254 واهضوا معايا يا شباب انا قلت لكم ان لما احنا نحب ان نتصل بالشبكة على الانترنت انا عندي هنا الـ private network صح هذه شبكة داخلية علشان انا اتصل بيها على الشبكة الانترنت اذا هذه تصنف كـ public IP او public network خلي نفترضها تمام علشان انا اطلع واتصل بالشبكات الـ public ما بقدر ان انا استخدم هذه العناوين لـ private لا انت هنا بيكون في عندك شباب خدمة او تقنية النات موجودة على جهاز الـ router بتاعك ومن ثم هي اللي بتكون بعملية ترجمة العناوين من الـ private الى من الـ public وعملية شباب والعملية العكسية من الـ public الى private فانت علشان تقدر تتصل بشبكة الانترنت انت فعليا بتطلع من خلال تقنية النات الـ IP version 6 يا شباب عندي هنا زي ما انتوا شايفينه هو الـ next generation internet protocol ولا هو طبعا النسخة المتطورة من الـ IP version 4 والـ next generation صراحة هو اكثر الـ flexibility فيه الـ flexibility فيه اعلى والـ capability بتاعتها والـ capacity بتاعتها طبعا اكثر لانه بيدعم معي 128 يعني الحجم بتاعها 128 وبينقسم الى قسمين الـ network ID 64 بت وعندي host ID 64 بت هذا يا شباب مما بيشكل عندي 128 بت الـ IP version 6 صراحة اكثر بكثير من الـ IP version 4 وبالاضافة الى ذلك ان الـ IP version 6 يا شباب بيدعم تقنية السيكوريتي اعلى من الـ IP version 4 هذا شكل الـ IP version 6 يا شباب زي ما انتوا شايفينه امامنا لان حجمه اكبر من الـ IP version 4 فطبيعي جدا انه يكون كتابة الـ IP version 6 اكبر من الـ IP version 4 تعالوا الان يا شباب نشوف طبعا كيف احنا بنقدر انه نشوف عندي آلية الـ T-C-B-I-B وين هو موجود الـ T-C-B-I-B الـ T-C-B-I-B يا شباب صراحة هو موجود في كرت الشبكة لو احنا ذهبنا الى كرت الشبكة عندي هنا ودخلنا مع بعض يا شباب على كرت الشبكة كزي ما انتوا شايفينه امامنا عندي هذا الـ Internet Protocol Version 4 وعندي هنا الـ Internet Protocol Version 6 زي ما انتوا شايفينها لما اجي اضغط عليه من هنا يا شباب بقدر اني هنا اعين الـ IP زي ما انتوا شايفين بشكل يدوي وممكن ان انا اخليها بشكل ديناميكي اني اخليها طبعا كـ IP address automatic لي يعني يؤخذ الـ IP بشكل اوتماتيكي من الـ router او اذا كان عندي سيرفر بيوزع خدمة الـ IP address هذا بالنسبة للـ Internet Protocol Version 4 يعني اختصار لـ TCP IP Version 4 وهذا اختصار لـ TCP IP Version 6 اذا الـ TCP IP يا شباب وين موجود؟ موجود في كرت الشبكة زي ما انتوا شايفينه امامنا فلهذا السبب انت لو ما عرفت كرت الشبكة عندك ما راح تشوف هذه يا شباب الاعدادات موجودة امامكم ابدا لاحظوا معايا شيء ثاني يا شباب لو انا حبيت ان اطلع على الاعدادات زي ما انتوا شايفينها امامنا عندي هنا شغال IP Version 4 وشغال IP Version 6 على نفس كرت الشبكة يعني بيدعم نفس الكرت وعندي انا الـ router شغال بالـ IP Version 4 وشغال بالـ IP Version 6 عندي ايضا من خلال الدوس طبعا انا بقدر ان اتحقق شباب بالاضافة الى ذلك ان اروح على الـ CMD بهذا الشكل واكتب هنا يا شباب عندي IP امر الـ IP Config بس IP Config لوحدة بيظهر لي طبعا تفاصيل بسيطة عن كروت الشبكة والعناوين اللي موجودة عندي من ناحية IP Version 4 وIP Version 6 لو انا حبيت اشوفه بشكل اوسع وبشكل طبعا تفصيلي اكثر بس بكلها IP Config فبيعطيني تفاصيل اكثر عن كروت الشبكة وبيعطيني يا شباب ايضا المكات address بتاعات كروت الشبكة زي ما انتم شايفينها امامنا لاحظوا معايا انا هنا خليني افرجيكم مثلا عندي لاحظوا معايا يا شباب هنا عندي مثلا كرت الشبكة اللي عندي هذا تبع الـ Wi-Fi تبع الـ Wireless لاحظوا معايا هو مستخدم الـ IP Version 6 ومستخدم ايضا الـ IP Version 4 تمام بالاضافة الى ذلك هذا يا شباب مش المك ادرس طيب وين المك ادرس من هنا المك ادرس يا جماعة هنا بيكون اسمه Physical Address تمام ت Cat сказать ترجم 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 هيا هو هذا هو يا شباب شايفينا physical address شايفينا يا شباب عندي هذا هو physical address بينما في الأمر الأول ما ظهر لي طبعا physical address ليش لأن الأمر الأول بيعطيني بس بريف مختصرة عن الإعدادات الإنتحة محاطها بس لو قلت له ما يسلاش أول فبيعطيك تفاصيل أكثر عن اللي أعطاك إياها في البداية الأولى هذا بالنسبة يا شباب لمين لعملية لـ viewing TCB IP settings علشان أنت تشوف الإعدادات اللي موجودة عندك بعد ذلك في عندي مفهوم يا شباب اللي هو موجود برضو عندي في العنوين والشبكات التاعتنا في عندي مفهوم الـ Broadcasting والمالتيكاستنج والإنيكاستنج واليونيكاستنج هذول المفاهيم أنت لازم تفهمهم برضو قبل دخولك للشبكات علشان طبعا تقدر أنت تفهم العملية وتعرف عنا كيف هذه الأمور بيتم في داخل الإرسال أو عمليات الإرسال وعمليات الـ Network Communication في الشبكة عندي أول واحد يا شباب اللي هو الـ Broadcasting هو عبارة عن إيش؟ عبارة عن Is a Network Communication Method وهي عبارة عن عملية إرسال ميسج من إلى جميع الأجهزة اللي موجودة عندك في الشبكة بدون استثناء سواء سيرفر سواء برينتر سواء كمبيوتر سواء تليفون بيوصل ليه؟ لأن هذه عبارة عن برودكاستنج يعني أنا بيكون عندي هنا بي سي قام بعملية الإرسال لكل الأجهزة اللي معاها في الشبكة في نفس نطاق الشبكة هذي كمين كبرودكاستنج أما كمالتيكاستنج لا هنا أنا بستخدم يا شباب عملية الإرسال من جهاز مثلا من جهاز واحد برسل إلى مجموعة معينة فقط أنا محددها عفوا هذه هذه المالتيكاستنج برسل أنا من جهاز واحد إلى مجموعة من الأجهزة أنا محددها معايا في الشبكة بدي أرسل إلها هذه المسج هذه بالنسبة للمالتيكاستنج أمّا اليونيكاستنج هي عبارة عن جهاز معين بيتواصل مع جهاز معين معا في الشبكة فقط لغير وهذه العملية تصنّف كيونيكاستنج أما الانيكاستر يا شباب الانيكاستر رح كنأنكم فيها إن شاء الله في المبعد بس هذه طبعا ما بتشتغل مع الاء بي فيرجن 4 فقط هذي بتشتغل مع الاء بي فيرجن 6 فقط لغير الانيكاستر طبعا هذا نزلت حديثا مع الاء بي فيرجن 6 ورعرفكم عليها إن شاء الله فيما بعد لأنها هذه رحتك تحتاج لتفاصيل كثيرة وبعدين إن شاء الله رح أفهمكم عليها عندنا يا شباب النتورك هاردوير النتورك هاردوير عندي الأجهزة المستخدمة معايا أنا في بناء الشبكة هي أجهزة السويتشز وأجهزة الهب والكابل والمودبز أول حاجة عندي من الأجهزة المستخدمة معايا يا شباب هو النتورك أدابترز اللي هو كرت الشبكة واللي هو أنتوا عارفين إحنا أخذنا عننا فكرة اللي هو الويرد والويرلس كونيكشن صح؟ وعرفنا إن في عندي أنا كرود شبكة سلكية وكرود شبكة لاسلكية ومن المفترض إنك إنت أيضا يا شباب تلاقي كرود شبكة على هيئة ويرلس بيكون هنا بيتصل عندك الكابل وهنا بيتصل عندك اليو أس بي فبيكون منفذ للكرتش يعني هذا بيكون منفذ للارجي فورتي فايف للكابل وعندك هنا أيضا اليو أس بي بالإضافة إلى ذلك ممكن أن تتواجه كرود شبكة بمنفذ واحد ممكن أنك تتواجه كرود شبكة بمنفذين وخلوا بالكم إن كل منفذ من هذول المنافذ يا شباب عبارة عن عنوان شبكة مختلف عن الآخر يعني هذا إلى ماك أدرس وهذا إلى ماك أدرس خلوا بالكم منها هذه النقطة هذا إلى ماك أدرس وهذا إلى ماك أدرس مختلفين عن بعض كذلك الأمر ممكن أن تلاكي كرود شبكة بتدعم التوستد بير يعني الكوابل النحاسية و نفس الكرت بيدعم الفايبر أوبتيك هذه إحنا رح نتعرف عليها إن شاء الله بعد شوية في عندي يا شباب من الـ Components أو الـ Features بتاعت الكرت الشبكة بتتكون عندي كل كرت شبكة من NIC Drivers بتتكون عندك إنك إنت لازم يكون عندك برامج التعريف يعني ما بتكون موجودة على CD أو إنك إنت بتحملها من الموقع الرسمي بتاع هذا الكرت اللي طبعا قام بعملية تصنيعة علشان إنت تعرف كرت الشبكة على مين يا شباب تعرف كرت الشبكة على الموتربورد ومن ثم على نظام التشغيل بتاعك اللي هو الـ OS بالإضافة إلى ذلك إن كرت الشبكة شباب بيتميز عندي بالـ Ethernet speeds بغض النظر الـ NIC Subports الـ Wired Ethernet أو الـ Wireless Wi-Fi في عملية نقل البيانات كل كرت الشبكة بيتميز بسرعة تختلف عن كرت الشبكة الآخر كروت الشبكة الـ Wired دي شباب بتدعم سرعات Ethernet 10 ميجابيتس بالثانية وأيضا يطلق عليها طبعا Ethernet والسرعات اللي بنعروفها بالـ 100 ميجابيتس بالثانية يطلق عليها Fast Ethernet وعند السرعات الـ 1 جيج اللي هي معروفة بالـ Gigabyte Ethernet وعند أيضا سرعات بالـ 10 جيجا اللي هي معروفة بالـ Gigabyte Ethernet فيه سرعات أعلى من كده بتوصل لـ 40 جيجا طبعا بس هذه طبعا في الشبكات انتوا بتاخدوها إن شاء الله خلينا مع بعض برضو نشوف يا شباب من الـ Device Manager لما احنا نروح للـ Device Manager من هنا وندخل على كروت الشبكة ونشوف إعدادات كرت الشبكة أنا شو بقدر أعدل في كرت الشبكة لأن أنت بإمكانك يا شباب تدخل على الـ Features من داخل كرت الشبكة وتلعب أنت في إعدادات كرت الشبكة يعني بإمكانك أنت تزبط الدنيا لكروت الشبكة عندك من هنا راح ندخل عليها الآن ونشوفها بس كروت الشبكة عندي يا شباب بتدعم أيضا الـ Connectors بتاعها علشان عمليات التوصيل جميعكم بيشوف هذا الشكل هذا يا شباب الـ Connectors بتاعها عبارة عن الـ RJ45 وعندك الـ RJ11 الـ RJ45 مستخدمة طبعا للـ Network Ports أما طبعا هي بتكون أكبر من حجم الـ RJ11 لأن الـ RJ11 هي تعتبر Phone Connectors يعني مستخدمة للتليفونات أما الـ RJ45 هي مستخدمة لـ Ethernet Connectors تمام هذا عندي الـ RJ11 وهذا عندي الـ RJ45 وعندي أيضا كرت الشبكة يا شباب بيحتوي على الـ LEDs أو الـ Lights اللي هو بيكون هنا طبعا موجود معايا على كرت الشبكة طبعا هنا بيميز الحالات معينة طبعا وهذا زي ما أنتم شايفين عندي الـ RJ11 وهذا الـ RJ45 عندي أيضا يا شباب أيضا كرت الشبكة بيدعم معاك الـ Wookie Online الـ Wookie Online هذه التقنية يا شباب جدا رائعة وقليل من الناس ما بيعرفها الـ Wookie Online يا شباب هي عبارة عن تقنية أو موجودة في داخل كرت الشبكة مش كل الكروت طبعا بتدعم هذه التقنية هذه التقنية يا شباب بتقدر أنك أنت تشغلها على كرت الشبكة عندك وتجعل الجهاز بتاعك أنه يستقبل بكت من جهاز بعيد عبر الإنترنت يعني أنا لما يكون عندي هذا الجهاز شباب مطفي وفي حالة طبعا غفيان أو في حالة شيت داون أنا بكون بعملية إعداد الـ Wookie Online على كرت الشبكة أنه يستقبل أي إشارة تمام وهو مطفي يستقبل أي إشارة من جهاز آخر باستخدام طبعا بينزل عندك على الجوال بينزل عندك على جهاز الكمبيوتر أني أنا بدي أشغل هذا الجهاز عن بعد يعني أنا عشان أشغل هذا الجهاز عن بعد بس بشرط أن هذا الجهاز الشباب لازم يكون ما اتصل بالإنترنت تمام؟ يعني بالروتر والروتر طارع على الإنترنت فأنا من خلال طبعا جهاز آخر أو من استخدام طبعا الموبايل بقدر أعطي إشارة لهذا الجهاز أنه يشتغل فعبيعي جدا هذا الجهاز يشتغل ويشتغل النظام طبيعي جدا بس بشرط أنت لازم تكون عارف الماك أدرس والآي بي أدرس بتاع هذا الجهاز وضيفين عندك على البرنامج عشان يشتغل معاك بالشكل السليم وخصوصا لازم أنت تفعل الوكيين لان على كرت الشبكة الوكيين لان يا جماعة طبعا تقدر تفعلها من خلال الأدفانس التاب اللي هي موجودة عندنا هنا رح أفرجيكم عليها الآن أو بتقدر تفعلها من خلال البيوس إذا كانت البيوس عندك طبعا دعمة لهذه الخدمة وعندنا أيضا جودة الخدمة يا شباب الكواليتي أوف سيرفسيس الكواليتي أوف سيرفسي جماعة طبعا هذه الخدمة موجودة برضو معنا في كروت الشبكة اللي هي بتحسن من أداء الشبكة صراحة وبتقدر أنت تعطي أولويات لتطبيقات وبرامج معينة هي اللي تكون لإلها الأولوية بدل ما أنت تكون عندك الأمور بهذا الشكل دون هذه استخدامك للكواليتي أوف سيرفسيس جودة الخدمة يا شباب هذا بحد ذاتها كورس لوحدها في عالم الشبكات لأن صراحة موضوعها جدا ضخم ويتم شرحها أيضا في عالم الشبكات فأنت باستخدامك لجودة الخدمة بتكون الأمور عندك منظمة أكثر في الشبكة لاحظوا معايا هنا بدون استخدامك للكواليتي أوف سيرفسيس لاحظ عندك كيف في تداخلات في البندوث أما هنا بندوث باستخدام الكواليتي أوف سيرفسيس لاحظ هنا عندك كيف تمت ترتيب وإعطاء أولويات لمن؟ للتطبيقات والبرامج اللي أنت أعديتها في كرت الشبكة أيضا كرت الشبكة بيدعم جودة الخدمة قبل ما ندخل يا شباب على جهاز الاسويتش تعالوا بس مع بعض أعرفكم على الكرت الشبكة وننهي الموضوع بتاعها خليني بس أدخل لكم على البربرتز ونروح يا شباب هنا على الهاردوير على الديفايس مانيجر من خلال هذا يا شباب أنا بدزل على النيتورك أدابترز وباجي بشوف عندي كرت الشبكة بتاعي مثلا أنا عندي هنا كرود شبكة عديدة لأنني أستخدم طبعا برامج ولكن أنا خليني مثلا أستخدم هذا الكرت بروبرتز بتاعها بروح على أدفانسد لاحظوا معايا يا شباب هنا بريوريتي فيلان لاحظوا من هنا بقدر أن أنا أفعل البيلان إنابل يعني أن أنا أفعل أعطي بريوريتي أولى لا البيلان إذا وجدت عندي البيلان روح نتكلم عنها إن شاء الله فيما بعد لو أنا بدي أحب أن أستخدم الوكي أونلان شايفين أنا عندي الوكي أونلان طبعا مفع على باي ديفولت شايفين كيف يا شباب من هنا طبعا بقدر أني أنا أشغلها معايا وأضبط الجهاز بتاعي روح أشغل لكم إياها إن شاء الله لاب وتشوفوا طبعا أنا كيف بقدر أشغل الجهاز عن بعد باستخدام طبعا تطبيق أو برنامج معين أنا بنزل عندي وبخلي الجهاز يشتغل عن بعد في كثير أمور يا شباب أنتم من هنا تقدر طبعا تتعدلوا فيها في كرت الشبكة وبيدعم معك خيارات كثيرة صراحة وفيتشارز كثيرة أنت بتقدر أنك تشتغل فيها لاحظوا معايا يا شباب هنا بتقدر أنت برضو تشوف وتشوف بتاعت الدرايفرز بتقدر تعمل أبديت لكرت الشاشة عندك لو وجد علشان طبعا يكون محدث بآخر تحديثاتها خلينا نشوف مع بعض أيضا من الداخل يا شباب من هنا أو دخلت نعا كرت الشبكة وضعنوا معايا هنا يا شباب في الخيارات في عندي هنا الكوس شايفين باكت سكيجولر بس هي طبعا متعطلة شايفين أنا من هنا طبعا بقدر أضغط عليها وأنزل اللي أنا بدي نزل السيرفيسيس أنزل اللي أنا بدي طبعا وحدد اللي بدي بس طبعا أنت لازم تكون يا شباب برضو فاهم وعارف أنت شو عمالك بتشتغل لأن هنا صراحة لكواليتي و سيرفيسيس لازم أنت تكون فاهم كويس شو أنت بتعمل هي معطلة لأن أنا أصلا معطلها من كرت الشبكة تمام يعني لاحظوا معايا هنا شايفين معطلة لو ذهبت لأي وحدة هي معطلة ولكن لو عملتها إنابل طبيعي تظهر معايا بهذا الشكل لاحظوا معايا أنا بس لو حبيت بس أفرجيكم يعني كيف حبيت إن كنت مثلا لو أتفعلوها وجيت هنا يا شباب على هذا الكرت على البريوريتي مثلا حطلها إنابل هنا على الفيلان يستوقع أنها لست تشتغل معانا لأن هذا الكرت هو مش شغال صراحة لسه معطلة لها المفروض عشان أنت طبعا تشغلها يا جماعة في عدة خطوات لازم نسويها ولكن لو دخلتوا أنتوا بعمق في الشبكات إن شاء الله بتتعرفوا عليها أكثر فهذه هي المفروض يعني أنا أكون مزبط الشبكة عندي قبل ما أنا أجأ أشغلها صراحة في هنا برضو خيار الشيرينج هنا راح أتكلم لكم عنها إن شاء الله بالتفصيل الميل بس ندخل بشكل أعمق في الشبكة خلينا نشوف يا شباب مع بعض برضو عنا الأجهزة المستخدمة معايا بالسويتشز and hubs الأجهزة المستخدمة معايا يا شباب في أجهزة الشبكة زي ما أنتوا عارفين إن عندي أنا سويتش وعندي hub السويتش هو عبارة عن جهاز شبكي بيقوم بعملية توصيل أجهزة الشبكة بغض النظر شو كان كانت برينتر أو كمبيوتر أو حتى ويرلس ديفايس أو أكسس بوينت بيوصل لي كل أجهزة الشبكة يا شباب مع بعضها البعض حتى يصير في عندي اتصال بشبكة واحدة زي ما أنتوا شايفينها أمامنا عندي أنا عدة أجهزة كمبيوتر موصلهم على جهاز سويتش جهاز السويتش هذا يا شباب يعتبر كأنه central point for connecting multiple device تمام؟ يعني multiple devices in a network يعني أنت عندك مجموعة من الأجهزة متصلة مع بعضها البعض باستخدام central point يعني عبارة عن جهاز سويتش موصل كل أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة أخرى مع بعضها البعض هذا شكل الجهاز السويتش يا شباب كحقيقة وعندي أنا أيضا كهب الهب عندي أنا عشان تكونوا عارفين أن الهب يا شباب عبارة برضو عن central point أو نقطة توزيع أو نقطة وصول ولكن الفكرة من جهاز الهب أنه عبارة عن جهاز قديم ما عاد مستخدم في الأيام الحالية جهاز الهب يا شباب تم استبداله بجهاز السويتش جهاز الهب يا شباب للأسف لما كان عندك يكون فيه عندك جهاز مثلا أرسل مسج إلى جهاز بي المسج هذه رح تطلع من جهاز تروح للجهاز الهب وجهاز الهب يكون بعملية توزيعها إلى جميع الأجهزة الموجودة عندها في الشبكة والمتصلة معها باستثناء طبعا الجهاز اللي قام بعملية إرسال هذه المسج المشكلة في الهب يا شباب أنه هنا بيتعامل بالسيجنال يعني بيتعامل بالإشارة ما بيفهم لا إي بي ولا بيفهم ماك أدرس فأنا بدي منكم تكونوا عارفين كويس إن جهاز الهب إنه للأسف جهاز يعني ما عنده أي عملية منجمينت ولا عنده أي عملية تفاهم لا للإي بي ولا لا الماك أدرس فلهذا السبب تم استبداله بجهاز السويتش والهب كان يا شباب بيدعم معاي سرعات ب10 ميجابيتس و100 ميجابيتس إثرنيت سبيتس هذا جهاز الهب اللي كان يدعمه في هذه السرعات في الوقت الحالي جهاز الهب ما عاد إلى أي وجود الأيام هذه يا شباب موجود عندنا جهاز السويتش جهاز السويتش اللي بيميزة عن جهاز الهب إنه السويتش يا شباب لما يبعد أي جهاز كمبيوتر متصل معانا على السويتش بيبعد ميسج إلى الديستينيشن بيستخدم من اعتمادا على الماك أدرس لحظوا معايا هنا بالصورة هذا أنا عندي جهاز سويتش جميع الأجهزة هنا يا شباب عندي متصلة من على السويتش السويتش بيعتمد على عنوان الماك أدرس يعني على العنوان الفيزيائي بتاع جهاز الكمبيوتر المعنى يا شباب هنا لما يجي جهاز A مثلا قام بعملية إرسال زي ما أنتم شايفينها معنا أنا عندي هنا جهاز A قام بعملية إرسال رسالة إلى مين قام بعملية إرسال رسالة إلى الجهاز B لما يقوم بعملية شباب الإرسال ما بيقوم بعملية إرسالها لجميع الأجهزة اللي موجودة عندنا لا هو شو بيقوم يا شباب هو بيقوم بعملية تعرف على العناوين الفيزيائية المكات أدرس بتاعت بتاعت هذه الأجهزة المتصلة معايا هنا على السويتش من ثم بيعمل لإلى فلترينج وبيرسلها فقط للجهاز مين المطلوب عفوا هذا الجهاز بيه تمام لحظه معايا هو قام بعملية إرسال الرسالة من الجهاز المرسل أرسلها فقط لمين للجهاز المطلوب بحد ذاته بناء على مين بناء على عملية البحث اللي قام فيها على الماك أدرس اللي موجود عندها في الماك أدرس تيبل يعني جهاز السويتش الشباب بيحتوي على ماك أدرس تيبل جدول العناوين الفيزيائية بيقوم بعملية تخزين كل عنوان عنوان ماك أدرس خاص في الجهاز بيخزنه عنده في الماك أدرس الخاص في السويتش ولكن بدي منكم يا جماعة تكونوا عارفين نقطة معينة إن جهاز السويتش في البداية ما بيكون عارف أي معلومات عن الماك أدرس أو الماكات أدرس اللي بتكون طبعا متصلة معاه في السويتش طب ليش؟ لأن في البداية يا شباب أول أنت ما توصل كل الأجهزة هذه بالسويتش فعليا السويتش ما بيعرف أي ماكات أدرس عن هذه الأجهزة فعليا هو بيكون يا شباب شو؟ بيكون عنده الماك أدرس هذا فارغ تماما ولكن بيتم تعلم العناوين الخاصة في الأجهزة اللي بتكون موجودة معاه المتصلة معاه بأول عملية بيتم فيها الإرسال طب كيف هتنوضحها مع بعض يا شباب؟ لاحظوا معايا هنا لما يجي جهاز عندي هذا جهاز A بدأ يرسل لجهاز B في البداية جهاز A الماك أدرس بتاع الجهاز A مش مسجل في الماك أدرس تابل بتاع السويتش ولا السويتش بيعرف الماك أدرس بتاعه ولا أيضا بيعرفوا الماك أدرس بتاع الجهاز B فشو بيسوي يا شباب هنا؟ أول مسج بتطلع أول مسج بتطلع بتتسمى بالفلودنج الفلودنج طبعا هذه يا شباب يعني عملية البث المتعددة اللي بتوصل لمين؟ بتوصل لكل السويتش حتى يتعرف على الماك أدرس المطلوب اللي لازم يكون معايا اللي أنا بدي أرسله الرسالة فأنا لما أأجي من هنا أول حاجة بيطلع عند الجهاز هذا بيتسجل الماك أدرس للمرسل تمام؟ بتتسجل الماك أدرس بتاع السورس بيحط الماك أدرس بتاع السورس في الماك أدرس تابل من ثم بيتخزن عند مين؟ الماك أدرس بتاع الديستينيشن ففي الحالة هذه بيتخزن عند مين؟ الماك أدرس بتاع السورس والماك أدرس بتاع مين يا شباب؟ الديستينيشن تمام؟ فبهذا الشكل تخزن عندك أنت المكات أدرس بتاعات الأجهزة اللي أنا أرسلت منها بباقي الأجهزة لا ما بتتسجل ليش لأنه لما يتم عملية إرسال لأحد هذه الأجهزة بيتم تسجيل المكات أدرس بتاعتها في المكات أدرس تابل هنا هذه بالنسبة لأوضوع السويتش وهذا اللي بميزة عن الهوب إنه أذكى في عمله وبيتميز عليه في عملية إرسال الطلبات إلى الجهاز المعين فقط لغير بدون الحاجة إلى إنه يرسل لكل الأجهزة اللي إلا هداعي أو هي ما بتكون طالبة هذه المسج طبعاً لشباب السويتش بيتميز على إنه برضو في عنده سرعات معينة لأن هنا عندها طبعاً السرعات يعني بتتميز ما بين الهوب والسويتش لأن السويتش طبعاً متطور أكثر من الهوب ولكن يعني بيصبرت عندي السويتشات القديمة بتصبرت عندي التن ميجابيتس والون هندرد ميجابيتس بالسرعات الإيثار نيت سبيد زي ما أنتوا شايفين أمامنا بهذا الشكل يا شباب هذا عبارة عن السويتش هذا عبارة عن السويتش وهذا عبارة عن السويتش طبعاً هذه السويتشات قديمة ولكن الأيام هذه في سويتشات أحدث من هذه بكثير تم طبعاً إنتاجها موجودة عنا في العالم خلينا نشوف يا شباب مع بعض أيضا عندي الكابل مدم من أحد الأجهزة جهاز المدم يا شباب هو الجهاز اللي بيوصلك في شبكة الإنترنت وجهاز المدم بدي إياكم تكونوا عارفين يا جماعة أن المدم يختلف عن جهاز الراوتر المدم هو عبارة عن جهاز بيقوم يا شباب بعملية تحويل الإشارة من سيجنالز إلى إشارة إيثار نيت اللي مستخدمة في شبكات اللاب وجهاز المدم هو اللي بيكون الوسيط اللي رابطك ما بين الإي سبي اللي هو شارع يعني الإنترنت سيرفيس بروفايدر اللي هو مزود الخدمة اللي أنت مياخد إنترنت منه وحطك على وين على شبكة مين على شبكة اللان اللي أنت مستخدمها عندك في داخل البيت زمان كانوا يا شباب يستخدموا طبعا أو يعملوا عملية الربط مع الإي سبي باستخدام كوابل الكو إكسل كابل كوابل الكو إكسل كابل هي عبارة عن كوابل نحاسية قديمة ما عدت الأيام هذه مستخدمة ومن أشهر التقنيات المستخدمة معنا في عملية التوصيل من الإي سبي الإنترنت سيرفيس بروفايدر والشبكات بتاعتنا الكوابل المستخدمة هي كوابل الفايبر أوبتيك أو تقنيات الـ ADSL الراوتر يا شباب بيختلف عن المدم الراوتر بيختلف عن المدم بعد شوية راح تعرفوا معايا هذا العملية إكويس راحوا معايا هنا أنا هنا عندي المدم رابطني في الإي سبي والمدم يا شباب هنا مدخني على جهاز الراوتر ثاني ومن ثم على الـ switch ومن ثم على الشبكة بتاعتنا إذن جهاز المدم يا شباب هو اللي بيكون عندي ما بين الإي سبي والشبكة الداخلية التعتيفة هو مسؤول عن عملية تحويل الـ signals إلى شبكات الـ Ethernet طيب عندي هنا يا شباب المالتفاكشن راوتر تبعات الراوترات المنزلية اللي انتو بتشوفوها معانا هنا يا شباب الراوترات المنزلية هذه يا شباب صراحة هي مصممة لأنها تعمل معاك بأكثر من وظيفة بـ single unit يعني بوحدة واحدة تمام؟ بتعمل معاك أو بتوفر لك عدة خدمات شبكية موجودة معاك بنفس جهاز الراوتر اللي انت بتشتريه وبتشغله عندك في البيت هذه الراوترات يا شباب اللي انتو بتشتروها وبتشغلوها عندهم في البيت ممكنها تخدم معاك في small office أو بhome office تمام؟ environment يعني في بيئة صغيرة وليست بيئة أو شركة كبيرة بتشتغل معايا هذه الراوترات يا شباب بحالة مين؟ بحالة انه توفر لك خدمات مثل خدمات الراوتنج خدمات التوجيه أو خدمات الـ switching أو انها ممكن ايضا تدعم معاك خدمات وفيتشارز مثل الـ wireless access point ممكن ايضا يكون فيها firewall ممكن ايضا تكون موفيت لك تقنية النات اللي هي network address translation بروتوكول DHCP server الـ VPN support الـ USB ports والـ management interface طبعا كل ما كان الراوتر غالي وحديث كل ما كانت عندك الفيتشارز بتاعتها أكثر فانتو بدي منكم يا شباب تكونوا عارفين ان كل ما كان عندي ان الراوتر غالي السعر زي ما انتو شايفين امامنا هذا الراوتر فائق جدا صراحة بيدعم تقنيات عالية وهذا الراوتر بيدعم يا شباب تقنية الـ firewall والـ DHCP والنات والـ wireless access والـ switching بيدعم تقنيات عديدة عادة عن ذلك انه بيدعم يا شباب زي ما انتو شايفين عدة انتينات تعالوا يشوف عندي يا شباب هذا الراوتر مثلا روتر الـ Netgear من فئة الـ AC 1900 Dual Band Wi-Fi Gigabyte Dual Band يا جماعينا عندي هي مستخدم اكثر من انتينة زي ما انتو شايفينها امامنا هذا الـ Netgear لاحظوا من الخلف كيف بيكون شكله لاحظين يا شباب من الخلف كيف بيكون شكله هذا شكل الراوتر من الخلف طبعا هذه انا احطي لكم التفاصيل بتاعتها علشان طبعا تكونوا عارفين شكل الراوتر من الخلف لاحظوا معاني يا شباب انت اول ما تجيب الراوتر وتحطه عندك في البيت وتبدأ طبعا في عملية برمجتها اول انت ما تتيجي تثبت الراوتر تعمل له الى configuring اول حاجة انت يا شباب هنا بتحتاجها انك انت لازم تكون عارف كيف دك تتوصل مع هذا الراوتر هل دك تتوصل مع هذا الراوتر wireless connections ولا wired connections طب ليش انا بدأ اتوصل فيه علشان انا اعمل عملية الاعدادات للراوتر ما بصرش انت تتشغل الراوتر لان الراوتر جديد ما فيش عليه اي اعدادات فهنا انت بتحتاج اذا كنت حابب انك تتوصل بالويردس connections على طول انت بتحتاج يا شباب انك تحمل من تحمل الابليكيشن بتاع الراوتر وتنزل عندك يا اما على سمارتفون او على لابتوب وبتتصل فيه لاسلكيا وبتدخل عليه وبتعمل عملية المانجمنت او اذا كان عندك مش مداعم طبعا الويردس وحبيت انك تتصل بالويردس على طول بتستخدم نتورك كابل وبتوصله معاك في اللابتوب او في الديسكتوب وفي منفذ اللان بورت وبتفتح عندك طبعا الاعدادات وبتدخل على الصفحة اللي انتو شايفينها امامنا وبتعمل عملية الاعدادات بايد فولت شباب اي راوتر انت بتيجي بتشوفه بيكون موجود معاك في خلفية الراوتر او في الكتالوج بتاع الراوتر عنوان اي بي بيكون محطوط على الراوتر لازم تدخل عليه هذا العنوان باستخدام طبعا ال اوبن براوزر ويندوز ويندو عفوا وبتحط ال اي بي هنا وبتفتح معاك الراوتر ممكن بعض الراوترات الحديثة والقوية انها تفتح معاك بالاسم اذا كانت دعم الاسم يعني على حسب الراوتر اقودة فهنا مهم جدا طبعا انكم تكونوا عارفين يشباب كيف ايضا تعملوا على الراوتر عشان تعملوا عملية المالجمينت بعد انت ما تشغل الراوتر يا شباب وتفتح الراوتر اول عملية لازم تكون فيها هي عملية ايمين عملية الاسم ام والا الاسم بتاعات الاسم من تعادلين اسم ، يا أشباب احنا لما نجي نشترك مع اسم بتاعنا تمام?, بيعطيك the volunteer name و BassWord الاسم والبسرب الدجما هذولا تكونون مخزينين في الاسم عندك تمام علشان اقدر انا اتوصل مع الاسب فبدون اليوزر نيم والباسورد بتاعاتك هذول تعاتي الاشتراك بدونه يا شباب مستحيل انك انت تقدر تتوصل في الانترنت فانت لازم تحط اليوزر نيم والباسورد وغالباً هنا يا شباب ما بيعطيك اياها طبعاً مزود الخدمة باستخدام طبعاً رسالة نصية بعد ذلك لازم تعمل assign new ssd وتزبط شبكة السس عفواً السس اي دي تزبط شبكة السس اي دي والباسورد طب شو هي شبكة السس اي دي يا شباب هي الشبكة يا شباب اللي بتكون موجودة معايا هنا هنا هذا اسم الشبكة يا شباب اللي بتكون موجودة معايا هنا شايفينها هذه السس اي دي تمام وبتحط باسورد لالها وبتعمل لها security key تمام لانها wireless network بعد ذلك اذا في عندك اي تحديثات لهذا الراوتر تعمل لها framework update بعدها يا شباب لازم تغير انت باسورد framework بتاعت الراوتر اللي هي غالباً يا شباب الناس ما بتعرفها اللي هي admin 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 تمام لازم انت تكونوا غيرتوها يا شباب ال admin admin او في بعض الراوترات بتكون root root على حسب طبعاً تصنيع الراوتر انت لازم تغيرها هذا الباسورد مش لازم تخليها بعد ذلك لو انت حبيت انك تفاعل طبعاً خدمة ال dhcp server احنا رح نشوفها ان شاء الله بعد شوية علشان طبعاً يتوزع على الاجهزة بتاعتك على الشبكة بتاعتك طبعاً اي بيات بدون ما تتدخل فيها انت بعدها يا شباب لو احنا حبينا نضبط ال ssid بتاعتنا والباسورد طبعاً لازم تتوجه على صفحة ال ssid وتحط الباسوردات هنا بتاعتك بعدها ندخل على dhcp server طيب احنا حكينا عن dhcp كثير وقليل طب شو هو dhcp dhcp يا شباب هو عبارة عن ايش هو عبارة عن بروتوكل بيتم تفعيله على الروترات او على السيرفرات علشان يقوم بعملية توفير خدمات هذه الخدمات هي مثل ال ip address و dns و default gateway و sublet mask طيب شو هذول الخدمات علشان الله يا شباب تخيل معايا انت عندك الف كمبيوتر هل يا شباب انا الف كمبيوتر هذولا بدي الف عليهم جهاز جهاز و انا وعطيهم ip بايدي مستحيل فانا شو باجي بسوي يا شباب بفعل خدمة dhcp على الروتر او على السيرفر تمام وبيتولى dhcp خدمة توزيع ال ip بشكل اوتوماتيكي يعني اي جهاز عندي بيجي على الشبكة بياخذ dhcp بياخذ ip من خدمة dhcp وبيتصل معايا في الشبكة بشكل اوتوماتيكي بدون تدخل مني فلهذا السبب احنا لازم نزبط خدمة dhcp سيرفر على الروتر طبعا راح نروح يا شباب على اعدادات الروتر ونزبط dhcp هذا اليوم يا شباب راح اعلمكم طبعا كيف تعملوها ان شاء الله تعالى هذا باللاب العملي اليوم عنا لاب عملي ان شاء الله منطبق عليه بالتفصيل من هذه الخدمات عنا لاب هنا يا شباب راح اخليكم الطبق عملي وتتعرفوا كيف احنا منوصل اجهزة الشبكة ويرلس وتسووا طبعا هنا يكون عنا سيرفرات في الشبكة ويكون في عنا هنا طبعا اوفيس c و اوفيس بي و اوفيس d يعني راح نزبط الامور ان شاء الله على احسن ما يكون تمام فعنا هنا برضو يا شباب لو انت حبيت تحط اي بيات مانيول يعني تزبط الاي بيات مانيول لاجهزة معينة عندك مثلا عندك سيرفرات بدي اعطيها انا اي بيات مانيول بش دي اتس بي بقدر اعطيها من خلال برضو الروتر لاحظوا يا شباب اعدادات الروتر هذي كلياتها هذي كلياتها عدادات الروتر من الداخل تمام نيجي نشوف يا شباب برضو عندي بعد طبعا انت متوصل الاجهزة يا شباب معاك في الشبكة لو حبيت انت تستكشف الاجهزة المتصلة معاك في الشبكة بتفتحها من خلال مين من خلال file explorer show resources on the network من وين يا شباب انا بتوجه هنا لاحظوا معايا على ال network هنا انا عندي يا شباب كل الاجهزة المتصلة معايا في الشبكة الأجهزة فقط المتصلة معي في الشبكة لو أنا متصل في شبكة كبيرة وفي عندي كل الأجهزة طبعاً رح يبين لهنا الأجهزة الطابعات كل الأجهزة اللي متصلة معي في الشبكة بتظهر هنا خلينا نشوف أيضاً يا شباب طبعاً على المالية تكون فيجر يا شباب بتاعت الـ TCB IP Address طبعاً بتقدر تحطها Static زي ما فرجيتكم وبتقدر أيضاً تخليها Dynamic يعني DHCP تمام يا شباب عندي خدمة أو أيضاً خيار آخر الـ Alternate الـ Alternate يا شباب هذا موجود معي في كرة الشبكة وين موجود هذا خلينا فرجيكم إياه طبعاً بس ما نختم محاضرتنا هذه عفواً نختم الـ Session هذه الله له معي يا شباب الـ Alternate الـ Alternate يا شباب بيتفعل معي كخدمة جميلة ليش؟ هنا عندك أنت الخيار هذا عملية أخذ IP من الـ DHCP أما الخيار هذا إذا أنت حبيت تعمل Static IP بإيدك طيب أنا لو حطيتها Dynamic يعني Automatic ليأخذ من الـ DHCP شو خيار الـ Alternate هذا يا شباب؟ الـ Alternate خيار رائع جداً أنا متى بستخدمه خيلوا معي أني أنا بشتغل في شركة تمام؟ وأنا بروح للشركة بشكل يومي بس الشركة مش مفعلة عندها الـ DHCP خلوا بالكم الشركة مش مفعلة عندها الـ DHCP الشركة مفعلة عندها Static طيب وأنا اللابتوب بتاعي كل ما أرجع على البيت بدي أغير من الـ Static أروح على الـ DHCP ولما أروح على الشركة بدي ألغي الـ DHCP وأروح Static طيب شو هالعلقة هذه يعني أنا ليش هيدا أغلب نفسي؟ أنا بقدر يا شباب أخليه Automatically يعني أنا في البيت أشتغل DHCP ولما أروح على الشركة مش رح يأخذ لا DHCP ولا رح يأخذ Dynamic ولا رح يأخذ Static طيب شو رح يأخذ؟ رح يأخذ الـ Alternate إذن هنا يا شباب بحط IPات الشبكة بتاعت الشركة بتاعتي بهذا الشكل تمام؟ أهم؟ ولما هيدا يا شباب أسوي عندي أنا مين؟ أنا كده زبطت الدنيا لاحظوا معايا لما أرجع على البيت بأخذ من الـ DHCP ولما أروح على الشركة ما بأخذ الـ DHCP ولا بأخذ Static من مين بأخذ؟ بتصل في الشركة من خلال الـ Alternate إذن الـ Alternate يا جماعة خيار جدا 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 رائع بس أنت لو اخترت الخيار التقليدي أنت رح تتعب نفسك مرة Static مرة DHCP مرة Static مرة DHCP لا فأنا ألخص الموضوع لما أروح على البيت بأستخدم DHCP ولما أروح على الشركة بأستخدم الـ Static هات بأستخدم الـ Alternate وبكذا يا شباب بأتصل أنا في الشبكة بتاعت الشركة هذا هو خيار الـ Alternate خيار جدا رائع يا شباب و جدا مستخدم معانا في الشبكات بكذا يا شباب أنا بقدر أقول لكم الآن إذا إحنا ختمنا الـ Part 7 أو الـ Module 7 منطلع بريك و منرجع إن شاء الله نكمل يا شباب بعد البريك الموديول ثمانية إن شاء الله و بكذا إن شاء الله تعالى ندخل في الموديول ثمانية و الموديول تسعة عشان نلحك نختم إن شاء الله الـ A Plus الله يعطيكم العافية جميعا اللي بده أسئلة يا شباب رح أفتح لكم الـ Group اللي عنده أسئلة بيقدر يسئل الله يعطيكم العافية نأخذ بريك يا شباب بس ربع ساعة و منرجع نكمل إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة